الزمالك يواصل المعاناة ويفرد في الفوز أمام الداخل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من فرصة تحديدا في الشوت الأول ونجحت مخطرة علاء عبد العال في النهاية في أن تقتنس هدف التعازل مباراة كانت مسيرة في المجمل لكن بكثير من الأخطاء الزمالك موسيقى 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 دخل فيه هدف أول تلت ساعة ورغم كده حاول الداخلية هاجم الداخلية أضاع الداخلية فرص عديدة وفي الوقت اللي كانت داخلية بيضايق فيه فرص عديدة احتسبت رجل الجزاء الصحيحة للزمالك أهضرها زيزو بغرابة شديدة آه كان فيها سوق توفيق طبعا بس لما بنقول غرابة احنا نتحدث عن زيزو المتخصص يعني تعالوا نشوف الأهداف تعالوا نشوفه نشوف ما حدث في المباراة سيف الجزير يتقدم أولا للزمالك في الديئة 21 هدف من شأنه أنه يفتح المباراة ويسهل المباراة على الزمالك بس كعدد الزمالك في المباراة الأخيرة أو تحديدا منذ بداية العام تتخيل منذ بداية العام الزمالك يعاني يعني ممكن نقول من أول يناير 2023 حتى الآن في شهر مايو الزمالك يعاني وإحنا في نهاية شهر مايو الزمالك يعاني بالمناسبة الزمالك ما تسيبش غير مطشين بس على التوالي هذا العام مطشين بس على التوالي هذا العام الوضع بالنسبة لنادي الزمالك وضع فنيا صعب صعب جدا الزمالك مشكلته أنه ما زاله يحاول خلاص تعالوا بقى نتكلم بقى سيبكم من الأصل النظري والعملي واللي مش عارف إيه والكلام الكبير ده تمام؟ الزمالك مش هدفه اللقب لكن لازم يكون الزمالك هدفه دورة أبطال أفراق دي بطولة يعني أو بطولة معتادة أن الزمالك يشارك فيها ما ينفعش يفرد في هذا الأمر ما ينفعش يفرد في هذا الأمر مع كامل 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 احترام لأفكار أسوريو اللي احنا الحال الوقت لسه مش فاهمينها بس أنا دايما بالمناسبة يعني لما سألت أو الناس كان فيه مناقشات يعني يا عم أسوريو مش هينفع يا عم أسوريو ده راجل فاشل يا عم أسوريو ده بيفتي يا عم أسوريو لأ ما فيش الكلام ده خالص راجل ما بقالوش كام مباراة ما ينفعش نحكم عليه أبدا أبدا بالمناسبة يعني هي ممكن أفكاره دي لو الزمالك أو إدارة الزمالك صبرت عليه ممكن أفكاره دي تعمل نتاج رائع جدا ونقول يا سلام على المدرب العبكري ده احنا بقى عندنا جورديولا في مصر وفيش سمعتنا بعض الناس بيقولوا إنه شبه جورديولا أو بيفكر زي جورديولا لا واحدة واحدة بس عشان نبقى هاديين يعني لما بنقول شبه فبنقول شبه مجرد شبه من بعيد كده بس مش هيبقى بيب جورديولا يعني ومش هيبقى بيب جورديولا مش عشان هو مثلا عنده قصور مثلا في أفكار ولا أي شيء هو أي نعم بيب جورديولا واحد بس بس بيب جورديولا بيشتغل بعناصر عاملة إزاي وأسوريو بيشتغل بعناصر عاملة إزاي يعني أنت سهل جدا تفتح كتاب بيب جورديولا الخطة الأولى طريقة اللعب التشكيل مش عايفت لعب البك زي الأيمن فين تدخله إزاي في العمك وترجع لعب النص الملعب المهاجم يدافع مع المدافعين واتدخل السنتر باك في نص الملعب ده سهل أنا قدر أقوله لك وسهل وأقعد مع العيبة برضه أقوله لهم وبقى بينكم سين مدرب لكن هاي الحكاية مش كده الحكاية أنت مين العناصر اللي معاك الراجل بيحاول يعمل أفكار في رأيه أصعب من اللاعبين أصعب من أفكار أو قدرات اللاعبين اللي في الملعب ما هي الكورة كده ما هي الكورة كده بالمناسبة يعني برضه عشان الناس بذكرش أن أنا بقطع كده في لعبة نادي الزمالك لأ أفكار بيب جورديولا اللي بيعملها مع منشستر سيتي ما يقدرش مثلا مثلا يعني لامبرد يعملها مع تشكيلة شيلسي ما يقدرش ما يقدرش مثلا تنهاج يعملها مع تشكيلة منشستر نادي ما يقدرش ما تستحملش اللي بيعمله بيب جورديولا مع لعيبة بقدرات لعيبة منشستر سيتي مثلا فهي الكصة مش جات لفكرة روح رميها على الأرض وبقول يلا بينا نشتغلها ما ينفعش الكلام ده بصراحة طيب هل ده معناه خلاص شكرا أسوريو بقى يمشي لا لأه وألف لأه هتقول لي آه ده انت كده عايز الزمالك يخسر يا سيدي مش الحكاية كده الحكاية ان احنا محتاجين نتعلم شوية فكرة الصبر على مدارب المناسبة بيب جارديولا اول سنة مع مانشستر سيتي كان ناهد داولة الانجليزية في المركز الرابع ليه افكار بيحاول يطور السابق اول سنة عدي وبعد كده سنة تانية طلب صفقاته وتدائمات معينة فأسولي نفس الامر لراجل جاب صفقاته لراجل مشى اللعيب اللي هو مش عايزها لراجل جاي في وضع مستقر مثلا على مستوى النتائج فبيكمل عليها راجل جاي في وضع متأزم للغاية طيب ما ينفعش يتحاسب ما ينفعش يتحاسب دلوقتي بس بس ما فيش مانع من اللجنة الفنية اللجنة الكورة المسؤول عن فريق الكورة في نادي الزمالك يروح يقعد معاه ويدردش يفهم افكاره يقول له والله ما بلاش دلوقتي الافكار الجهنمية الجميلة دي يعني موافين عليها بس تعالى الاول نقف على رجلنا الاول تعالى حاول سبت الفريق وحاول تحصل نقاط بدون ابداعات مبالغ فيها الفريق محتاج يلعب في دورة ابطال افراق دين بطولة مفضلة لنادي الزمالك بيحب يشارك فيها دائما ماينفعش مبقاش موجود فيها مثلا ده الحوار بس مايتقلوش سوريو ايه اللي انت بتعملو ده ده تخريف ده ماينفعش اطلع برا مفيش الكلام ده ده مش شغل محترفين انا بتكلم على اضافة نادي زمالكو اي اضارة في مصر قدام جبت مدرب المفروض هيكمل معاك الموسم اللي جاي تتحمله بس في نفس الوقت هو يكون راجل عملي ما يكونش خيالي عشان النتائج ما تفضلش تنزل يوم ورد تاني ده خليها الصراحة النهاردة يستحق اشادة كبيرة جدا كابتان علاء عبدالعالي النهاردة عمل مباراة محترمة جدا دفاعيا وهجوميا وفي اللحظات الاخيرة على غير عادة كابتان علاء عبدالعال اصعيه الفريق كان متأخر بهدف والامور بتنتهي عمل مخاطرات كبيرة جدا في تبديلاته وفي تشكيلته الهجومية وقدر في الاخر ياخد اللي هو عايزه تعادل يفيد الداخلية في صراعه الكبير جدا في منطقة الهبوط جي مباراة مباراة اخرى كانت مسيرة جدا مسيرة جدا مباراة المصر والاتحاد اسكنداري واحدة من الدربيات بتاعت الدولة المصري المصري النهاردة قدر يفوز اتنين واحد على الاتحاد اسكنداري مبالولو تقدم للاتحاد كالعادة يعني في الديئة خمسة وعشرين وبعد كده جريندو سجل هدف التعادل للمصري جريندو النهاردة كان افضل اللاعف المباراة دي بصراحة من راكلة جزائي في الديئة اربعة وثلاتين نجي الاعداف امام حضراتكم مبالولو وجريندو جمهور الاتحاد طبعا جمهور المصري حاجة عظيمة جدا كالعادة وبعد كده الهدف هدف التعادل اللي جابه جريندو وبعد كده هدف تاني للبديل في هزي المواجهة اللي نزل كبديل في هزي المواجهة الياس الجلاصي في ديئة تلاتة وسبعين هدف الفوز للنادي المصري طيب ده على مستوى النتيجة ده على مستوى النتيجة معانا عبر الهاتف الان الكابتن الكبير كابتن ميمي عبد الرازق المدير الفني للنادي المصري اللي من ساعة ما وصل النتائج تتحسن كثيرا بالنسبة للنادي المصري كابتن ميمي مشرفني ومنورني والف مليون مبروك فوز مهم جدا على فاية كبيرة زي الاتحاد النهاردة شكرا سيد كريم وطبعا من تحوية وحبيبي وفاية المقدمة الجملة دينا ما استلهاش ما استلهاش والله قد تخير يا كابتن ميمي أعلم من حقك ده احنا بنفرح لما منشوفك في الدورة يعني منحب منحب منشوفك دايما موجود مدير فني الفريق الحمد لله النهاردة النهاردة المباركة صعبة أكيد مباركة صعبة جدا هناك زوجة بالنسبة لنا احنا موجود اللي فات طبعا متع الدخلية عملنا موجود قويس تعادلوا معنا في دي 94 بضربة جزاء طبعا كانت صحيحة قبل اللوقات المنتاج نص كنت محتاج لان سوز كريم لو حد بص للجدول الجدول متع بتحت فانا لو كنت مفقفت النهاردة موتش بالنسبة ل النهاردة بشتة بومت لانا لو كنت تغلبت النهاردة طبعا في في 34 وفي 33 وفي 32 كان ممكن اخش النهاردة في معمع اللي انا بلعب تحت ضغط انا عند مجموعة لعبة محترمة جدا لعبة كوية عاوز زد لكل النص فرص يعني عاوز زد في المرحلة الجاية عاوز محتاج نتائج بس عاوز برضو اشوف اللعبة قطقيم للنادي لان السكر اللي عطينا مستر كامل لما طلب مني الكلام بطبعا كل الناس اللي فات محترمين كان في كمة التعاون فانا جيت في مهمة بطلبت مني كابن البلد وابن برسعيد مش عارات فالحمد الله بقد اللي علي والبقد تعرف بنا صحيح صحيح النهاردة المباراة يعني عدت ببعض المطبات ولكن كان المصري طول الوقت بيهاجم وطول الوقت عنده هجمات خطيرة وراء فرج على المباراة كابتن ميمي معرفش انت كان موقفك على الدكة المصري كان له هجمات خطيرة وصلت في بعض الاحيان الانفراضات صريحة جدا والانفراضات كان بيضيع بسهولة شديدة جدا انا متصور ان المباراة وكانت خلص بالتعادل كان يبقى عندك مشكلة كبيرة جدا مع العامل نفس المشكلة اللي حصلت معي يا جزيز كالية بصراحة 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 مش مجاملة فان انا اول ربع ساعة لتحدي عبني جدا الانتحدي كبير والنبي محترم والنبي جميل ومعا جهاز محترم بصراحة اول ربع ساعة التحدي كانت عبني جدا فريق عمار ومراه حسن واحمد عدل مستي ترات اوقف كريم بعد ربع ساعة فصلنا لشوية حاجات وبردو الحمد لله التغييرات قد تصمرها يعني منزلنا مثلا جزار لعيد كان بعيد خالص كنت محتاجه انه يجري مع جلاصي راجع بقاله جلاصي بقاله ثلاثة ايام بصراحة فأضطرت اودت جريندو كمان لو انت لاحظت فترة عملت جريندو اصلا الحتة اللي بيحبها اولون جرايا صح فانا ودت ناحية اليمين لدرجة وما بقال خش الجلاص يفهمه وقمت بإسلام عاطية برضو منبديل عبد يحيى الحمد لله يعني كلهم بصراحة بالإجماع باللي برا كان عندهم روح عالية صح لانا وفيد كريم المتش اللي بنسبلنا عنق جذجة غير عادي يعني انت بالنسبة لك النهار زي ما كنت حكاة لحضرتك اللي انا بنحاول نعدي انما برضو العملية مش عملية ماتش واحد لا قدامنا برضو اللي احنا نشتغل ومشوار طويل ومعا اللعيب وانا باشكر بصراحة الجهاز فن هو اللي بيكون بالتخطيط ووضع البرامج والتشكلات والتغيرات بس فكرة احنا وقفين تعسل احنا برضو جنيه مش عور بس انا واخد القرار في الاخر انا المسؤول عنها طيب من الحاجات برضو اللي عاد تفكر فيها في المصري كل يوم اخبار عن رحيل بعض اللعبين فيه اندية عايزة اللعبين بتوع المصري نص لعبت المصري معروضين وكأنهم معروضين في سوق الانتقالات من دلوقتي انت بتعامل ازاي نفسيا مع اللعبين ومع نوايا ازاي بتقدر تخليهم يركزوا مع الفريق في وسط كل هذه الاخبار والانباء هو النهاردة النادر طبعا النادر المصري هو مثل الحمد لله زي ما النادر المصري رجعني يعني كنت مثل 3 سنين أو 4 سنين أو 5 سنين بعيد لا دا لسا يبقى النادر المصري دي فضل على كل العب فانا بتعامل معهم بقولهم الموقف اللي احنا فيه انت عارف موضوع الاحتراف ما عادش بيعرف العاطفة صح ما عادش فيه عاطفة لا انا دلوقتي بقولك انت في المكان فيه انت متقلق فيه وجربنا تغيره كتير من خير الخبطة في ال40 سنة فيه لعب ممكن يبقى ميز عندك وانت شفت لك حاجتك بالنسبة لك وبديك بوافع اقول لك انت هنون موجود انت بقى لك مكان اساسي مش لسا هتروح تدور اللي انت تدور على كين او تشوف داخل نفسك وحسب اختيارات المدربين صحيح ممكن المدرب اللي جايبك المسلا مجلس الضرب يجيبك غير المدرب ممكن المدرب اللي جاي يقول لك انا والله عند ظروف معينة او هو مش هيتجاوب معايا او مجلس الضرب لا انت فرقتك نجم صح يبقى حفظ على مكان فرقتك اللي انت فيه وحفظ انت فراتي جماهيري نادي جماهيري النهاردة عندها الجماهيرية حوال خمس ست فرق صح النهاردة عندها الجماهيرية الشغلة فيها صعبة جدا فانت نادي جماهيري كلما انت ماشي الناس بتحييك دي لها تمن فانت النهاردة تدور فعدين انا بقول له انت النهاردة دي اللي انا بلق له مجاد نظري من ناحية النفسية ومن ناحية كل حاجة صح كابتن ميمي عبد الرازق الموديل الفني للنادي المصر انا بشكرك شكرا جزيلا وبهنيك مرة اخرى على الفوز الغالي اليوم على فريق الاتحاد السكندري مدرم محترم مهزب يعني دقوب جدا في شغله وفي عمله ودايما هادي ودايما حتى لما بيختفي شوية او يبعد شوية عن الاضواء في الدولة الممتاز يرجع ويتقلق ويعمل ابداعات ونجاحات كبيرة جدا طيب ناحية تانية معايا كابتن الكبير اللي اشدت بيه من شوية كابتن علاء عبد العيل اللي عمل مباراة كبيرة جدا امام نادي الزمالك اللي فرج على المباراة بالكامل منذ الدية الاولى او تحديدا كمان بعد الهدف اللي سجله الزمالك شكل هجومي محترم فرص كثيرة جدا للداخلية والمخاطرة الكبيرة اللي عملها في اخر ربع ساعة مخاطرة محسوبة طبعا الفريق متأخر بهدف مخاطرة هجومية بالتبديلات كبيرة جدا ادر في النهاية ياخد اللي عايزه من المباراة تعادل ايجابي امام نادي الزمالك تعادل يحفظ للداخلية ولو بعض الحجوز كمان فيه صراعه فيه منطقة صعبة منطقة الهبوط الكابتن الكبير كابتن علاء عبد العيل مدير فني لفريق الداخلية يا كابتن علاء من نور الدنيا اهلا بيه كابتن كاريب وبشور عن السلام المختارة من الدنيا اقل من حقك مباراة كبيرة جدا منك النهاردة ومن فريق الداخلية بشكل عامة كابتن علاء الحمد لله كابتن كاريب اشتغلنا بشكل كويس عنا في زمالك ذكرناه من خلال طريق لعب الرجوع البيتيد اللي كل بيقول طريقة جديدة اشتغلنا احنا كنحية عملية في الملعب التدريبات وقدرنا التطبع معرضة بشكل كويس وقدرنا ان احنا نحافظ على النواحد دفعية بشكل كويس وقدرنا نوصف كتير لمرمنات الزمالك في نضاعنا اكثر من ثلاث اربعة اجاب مخاطفين في الشرط الاول صحية وزيهم بردش ثاني محمد صبحي حتى الهدف اللي دخل فينا كان هدف خطأ او تكاسم من اللعيبة في المسترنات السريع او التمركز السريع في المتربة الربنية ولعادة الزمالك استغلوا خبراته فيها صحية صحية او من شكبالة او من ديزو او من زياري استغلوها وقدروا يحزن هذا بالوقت اللي احنا افضل فيه وزيهم حضرك قلت انت بعدها اعتقدت الوقت تماما على النزل الزمالك وقدرنا نوصا اللي اكثر مجمورة ومجمورة وطلعنا نعفات المرمى وصبح بيزن اه اه انا بشكر لعيبة عني اه في النهاية مخصر ناش وده كان مهم جدا صحيح مع فريز زي نادي الزمالك فريز ببير ويضم نجم كبار بس ببير طبعا ان احنا ما تنصرش المبارة زي دي وترجع تاني بعد ما كنت مخصر وقت مهم جدا في نهاية المبارة يعني اعتقد نقطة في المشوار ده مش وحش مهم طبعا مهم بكل تأكيد امام نادي كبير زي نادي الزمالك لحظت ضربة الجزاء اللي اضعها زيزو قبلها شفت وكين احباط على وشك لما كامل جات عليك وشفت حماس كبير جدا بعد ما ضععت الكرة من زيزو وكينك بتقول لعيبتك الامر رجع لنا احنا نقدر نسجل هدف التعادل والله يبصها يا سيد كريم والاحباط جاء لكفة السادس جاء لكفتكى بمتاليفة اعداد يعني الكرة ضربة الجزاء المتناولة المتناول بتاعنا وانلاق الافريكي كان ممكن شتتها افضل من كده ما بتقفش هنا وتقفها تطول منك يؤمن لعيب زمانك عاد رجلت ومنت واخد رجلت وتلاقب هدف لبلاش جاي فيك صح يخسرك مباراة في وقت انت عامل مجهود كبير جدا للتعادل في وقت انت انت بتجزل مجهود كبير وعايز تتعادل ومباقي أجوال كتيرة وكانت في الاخر سالها خاصرا اثنين سفر بخطأ سازج وزي الهدف الاولان اللي دخل فينا فدي عملية لإحباط وزعل انما يعني برضا رجل أقول هي دي كدرات اللي عيبة اللي معانا انما طبعا بعد من كرة خرجت حسيت ان ربنا عادل يعني احنا بزلنا جوة كبيرة وصننا كتير ما ينفعش اننا حنقصر يعني صحيح الحمد لله ربنا اتكرمنا وكانت طبعا نقطة فارقة ان الكرة دي ما تخشش هدف كان هدف تاني لانا هيصعب الامور شوية اعطى في ده شيء كويس جدا يعني الحمد لله انا عرف ان انت من المدربين اللي في الدور المصري اللي زي بيقولوا كده بينك وسين مكتوب عليهم المعاناة كل موسم يبقى عندك صعوبات مع فرق يعني كلها تعاني في زي الجدول الترتيب السنة دي متفاعل ان دخلها يبقى في الدوري اه رب اتمنى اتمنى يعني هو التفاعل موجود طبعا معانا اكثر من خمس او ست فرق مغيبة من بعض فاضر خلاص امتر اخيرا في خمس بريات او خمس اثنين فاضين النقطة غالية او ثلاث اقلاء اغلى اتمنى وبنبذل كل الجهد والله يا جبن كريم متأكد مع اللعيبة دي الصغيرة ان احنا نبقى بطريق الدخلية في الدوري الممتاز عيبان خلال المباراة اللي جاءت شاء الله ان شاء الله بالتوفيق يا كابتن علاء انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن علاء عبدالعيل المدير الفني لفريق الدخلية بعد التعادل مع نادي الزمالك اليوم في الدوري المصري الممتاز مباراة اخرى كانت في الدوري مباراة كانت هدئة الى حد كبير مكون العرب وطراع الجيش انتهت بالتعادل السلبي بالمناسبة الفريقين اضعوا الكثير من الفرص ولكن في المقبل المباراة كانت هدئة يعني المباراة كانت هدئة ومحدش عارف يوصل لمرمى الاخر طيب ماشي قبل ما ادخل اخد المداخلات مع الكابتن علاء عبدالعيل والكابتن ميمي عبدالرازي قلت لانا عايز على جزئية في مباراة الاتحاد والمصري والاتحاد محمود علاء المدافع الدولي الكبير محمود علاء لعب الزمالك الكبير محمود علاء اللي بيلعب في نادي الاتحاد الكبير ممكن تضطرد ماشي وده غلط يعني عشان اعتراضات وحاجات مش برضو بحجم لعب دولي بس بتفهم دايما انه اللاعب في لحظة المباراة ممكن يتعصب ممكن تركيزه يقل ممكن يتوتر عشان النتيجة متأخرة في رقيته متأخرة كل ده بتفهمه بتفهمه حتى لو مش صح بس بتفهمه في الظروف دي بس في مشهد بصراحة يعني وعادة انتعرفين انا لا انتقد لعبين بقصه ابدا يعني اه ممكن نقول اه صح اعمل مش عارف ايه ونعدي بس المشهد اللي عمله محمود علاء وهو خارج من الملعب وبيكسر الكاميرا بتاعت المصور بتاع مصور المباراة ده مشهد سيء جدا ما يطلعش من لاعب المفروض كبير من لاعب المفروض دولي مثل منتخب مصر هتون يا جماعة على المشهد هتون الصورة اللي بتكلم عندي على طول خلاص هو اعترد وخد الطرد راح بعد كده وهو خارج الراجل بيصوره بيشوف شغله يعني زي ما بيحصل فيها حتة في الدنيا في لاعب مطروض خارج الملعب الراجل المصور بيروح عليه يشوف تعبيراته والكلام اللي بيحصل ده راح كسر الكاميرا ليه اه الراجل ده عمل لك ايه اصلا بص الصورة يا جماعة وبصراحة كفاية بقى يعني كفاية محمود علاء في التجاوزاته الغريبة دي بصراحة بدون داعة يعني ليه بقى ليه الحركة دي تاني تاني ليه 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 تعمل كده مستفزة حركة مستفزة جدا راجل بيشوف شغله تكسر له الكاميرا في موقف يعني انا بقول سيء عشان اختار ارفوزي حتى يعني عيب يعني بالمناسبة يعني لا احيا يتغرم محمود علاء في اتلاف اي حاجة موجودة في الملعب مئة الف جنيه دا في اللايحة تمام بس بالمناسبة يعني عشان لو الناس مشو اخد بالها يعني هي اللايحة مكتوب فيها ايه لو اتلاف اي شيء في الملعب بيدفع غلوة مئة الف جنيه احيانا والله اعلم احيانا والله اعلم الكاميرات دي تخطط دلوقتي الرقم دا المئة الف جنيه ف Dimit하게 اعتقد اداريا ولأحيانا لازم يبقى فيها تعديلات ده غير بقى انه الموقف نفسه لابد ان يتبعه اقاف محترم مش مجرد يعني لو ترد بانذارين هياخد مباراة فلا مش مباراة لازم عقاب شديد ده موقف سيء بصراحة كان ايه وانا بفرج انا وانا بفرج على المباراة كان المشهد مستفز جدا جدا يعني طيب نروح لأخبرنا نروح لأخبرنا أول خبر يخص محمد الشناوي وركز معايا بقى محمد الشناوي في حكاية كده في حكاية أنا قلت لكم من كام يوم إن إصابة محمد الشناوي هتاخد فترة علاج وتأهيل لحد ما قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا مباراة الزهاب بربع تيام يعني إن شاء الله يبقى جاهز في مباراة النهائي حصل تطور في إصابة محمد الشناوي ليه في عضلة السمالة المفروض المزء الخفيف ده يتحسن مع الأيام مع التأهيل وأواء الأمور تتحسن يبدو إن التحسن يتم ببطء شديد لدرجة إنه حتى هذه اللحظة بحسب مصدر لنا في رقم عشرة ما فيش تحسن في هذه اللحظة ممكن بكرة إن شاء الله الأمور تمشي بس هذه اللحظة ما فيش تحسن وبالتالي خد بالك أنا بكلمك بدقة شديدة وبالتالي قد يتأخر عودة محمد أو تتأخر عودة محمد الشناوي للتدريبات طيب ده معناه إيه؟ هل معناه إنه مش هيلعب زهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسبة آه في نسبة وإن كانت بسيطة آه إنه مايلعبش زهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا النسبة الأكبر إن شاء الله هيلعب النهائي بس أنا بحطك في الصورة وبقولك اللي بيحصل في النادي الأهلي النهاردة على مستوى الجهاز الطبي مع الجهاز الفني وتطورات إصابة محمد الشناوي يعني النهاردة الجهاز الفني بعد ما خد كلامه من الجهاز الطبي كتب أكيد في ورقة وارد إن محمد الشناوي مايبقاش معايا في زهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بقى في نسبة حتى لو 5% بس بقى في نسبة من كم يوم لا لا محمد الشناوي هيرجع هيرجع قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا بربعة تيام دلوقتي بقى في نسبة إنه مايلعبش نهائي دوري أبطال أفريقيا نسبة 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 أليلة آه نسبة أليلة بس مش نسبة كبيرة فإن شاء الله محمد الشناوي يلعب وزي ما قلت لكم مبارح وزي ما كان معايا كابتن أحمد ناجي مبارح هيفضل علي لطفي حادث كبير لعب في مباريات صعبة لعب مباريات أهلي وزي ما لك لعب مباريات أفريقية وكان بيشيل وكان بيقدم مستويات جيدة فواحنا بنقول إنه محمد الشناوي قد لا يلحق بالنهائي ولو بنسبة صغيرة تاني بكرر فالأهلي لديه أيضا حارس كبير هو علي لطفي يستطيع أن يتحمل المسؤولية في أوقات صعبة إن شاء الله ما فيش ألع على حراسة مرمى النادي الأهلي وإن كنا دائما وأبدا نبحث عن محمد الشناوي نتمنى محمد الشناوي يبقى جاهز حارس الأول في مصر حارس منتخب مصر حارس النادي الأهلي الخبرات العديدة فبالتأكيد مهم يبقى موجود بس لو لا قدر الله لا قدر الله باش موجود ففي حارس آخر كبير هو علي لطفي يستطيع أن يتحمل المسؤولية دي حكاية محمد الشناوي اللي قلتها لك وأنا أختار كلمياتي جيدة وأنا أختار كلمياتي جيدة بالتفصيل وبالدقة التامة التامة تبقى للكواليس ومعلوماتنا اللي جات لنا من النادي الأهلي طيب فيما يخص حكاية حمد فتحي تعرفين قصة حمد فتحي والعرض القطري وأنه هيطلع إعارة ولا بيع النادي الأهلي بيميل بشكل كبير لفكرة إعارة حمد فتحي لنادي الوقرة القطري بس ده بعد نهاية بطولة دوري أبطال أفريقيا طبعا العرض القطري لحمد فتحي عرض الإعارة قد يصل لمليون ونصف المليون دولار خلال إعارة لمدة موسم مسؤولي النادي الأهلي في الوقت الحالي بيتكلموا مع مارسي كولر عشان يقنعوه بالعرض مارسي كولر مرحب بالعرض بس بشرطين بشرطين أول شرط إنه الأهلي يفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا التاني إنه يكون فيه بديل مناسب لحمد فتحي سهل سهل لو بسيطة أنا يا سيدي ما عنديش مانا أهو مارسي كولر أقول لهم ما عنديش مانا بس تعود لحمد فتحي بلاعب وإنه إحنا نكسب دوري أبطال أفريقيا ده فيما يخص حكاية حمد فتحي بس بيع الأهلي مش ناوي تركز معايا في قصة حمد فتحي عشان العرض فيه بيع وفيه عارة البيع الأهلي مش ناوي عارة مش ممكن نمشيها بيع لا مارسي كولر كمان المدير الفاني للنادي الأهلي قرر ضم السنائي شادي حسين وبرونو سافيو لقائمة الفريق لمباراة أمبي بكرا إن شاء الله المقرر لها تساعة ونصف مساء قائمة النادي الأهلي شهدت كمان تواجد أو استبعاد كهرباء وإحسين الشحات ومحمد عبد المنعم مارسي كولر كرر إن هو يديهم راحة قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقا برونو سافيو وارد جدا بكرا ياخد جزء في الشوت الثاني من المباراة وارد جدا ياخد جزء في الشوت الثاني من هذه المباراة أيمن أشرف ما دخلش برضو يعني هو الراجل أيمن أشرف صفحة مقفولة بالنسبة له تماما تماما يعني شادي وبرونو برضو كانوا بعاد تماما بس ما عندوش مانع إنه دخلهم في مرات الدولة لكن أيمن أشرف حتى مع إراحة بعض اللاعبين أيمن أشرف صفحة مقفولة بالنسبة لمارسي الكولر طيب ده بالنسبة للنادي الأهل بالنسبة نادي الزمالك فأسوريو المدير الفني نادي الزمالك في المؤتمر الصحفي بعد المباراة الداخلية النهاردة قال إن أنا أخبرت محمد أشرف روئة إن أنا بسنده وإن أنا شايفه أفضل لاعب في هذا المركز قال كده أو الجملة قال لهم أنا بسند روئة وقلت له أنا شايفك أفضل لاعب في هذا المركز وقال إن روئة كان عايز يخرج بين شوطي المباراة وطلب مني ده لكني رفضته كنت شايف إن هو يقدر يكمل المباراة لكن في الشوط التاني وجدت إنه غير قادر على اللعب وأقررت استبدال واضح إن روئة عنده مشكلة نفسية صعبة جدا مع كل الضغوطات وقال إن أنا اتكلمت مع روئة بعد المباراة وبدعمه بسنده وهو لاعب محترف وملتزم بكل ما يطلب منه من الجهاز الفني طيب كمان اتكلم على زيزو قال منذ أن توليت تدريب الزمالك وأنا عارف إن زيزو هو من يسدد رقلات الجزاء ولم يهدر رقلات جزاء وهو واحد من أفضل اللعبين تنفيذا للرقلات الجزاء فلما قالوا له يعني ليه زيزو اللي شاط فكان ده رده لما سألوه كمان عن تلقيه عرضا من نادي منتيري المكسيكي رده قال أنا واضح جدا حصلت على عدة فرص للعمل في المكسيك لكني سعيد في الوقت الحالي جدا في نادي الزمالك مهم بقى إنه أنت سعيد في نادي الزمالك خلي الزمالك كمان مبسوط سهل أين؟ يعني أنت مبسوط جمالي الزمالك عايزة كمان تبقى مبسوط أكيد يعني طيب في جلسة مرتقبة خلال ساعات بين اللجنة الفنية وإدارة الزمالك مع أسوريو للحديث عن المرحلة المضية بعد مرور ست مباريات والفريق بيسير بشكل غير جيد في الفترة دي الجلسة هتشهد الحديث عن شكل الفريق وأداء اللعبين واستبعاد اللعبين غير الجايدين والتأكيد على أن الهدف الأساسي فيه الدوري هو الوصول للمركز الثاني اللي أنا كنت لسه بقول لكم من شوية والخبر ده لسه جايننا بعد المباراة وطول أنه لازم حد يقعد معي يقولوا ليه الأهداف اللي عايزها نادي الزمالك من الموسم والأهداف اللي عايزها نادي الزمالك من الموسم ده أنه يوصل على الأقل للمركز الثاني طيب المهاجم الكنغولي فيستون كلالا مايالي مهاجم يانكا أفريكنز التنزاني الملقب بهلند الكنغو معروض على نادي الزمالك للتعاقد معاه ومصدر في نادي الزمالك قال لنا أن اللاعب معروض ضمن عدة أسماء أخرى لتدعيم خط الهجوم مين بقى المهاجم ده إحكايته تعالوا أقول لكم يلا بنا هو مهاجم كونغولي مواريد عام 1994 يبلغ من العمر 28 عاما بدأ يظهر في الدورة كونغولي مع فريق فيتا كلوب بداية من عام 2018 استمر مع الفريق ثلاث مواسم قبل أن ينتقل إلى يانج أفريكنز التنزاني أرقامه بقى أرقامه في دول الأبطال والكونفيدرالية لعب 29 مباراة سجل 17 هدف وصنع 6 معدل هايل جدا بيشارك في 23 هدف من 29 هدف يعني من 29 مباراة رقم هايل جدا بس راح واضح أنه مهاجم جامد يعني طيب بس من صغير ومش كبير يعني هو في الحتة اللي في النص يعني 28 دقل على 29 سنة ينفع يعني ينفع يلعب 3 اربع سنين يعني مع فريق في كلاس اي يعني عشان هو ممكن يبقى عايز يلعب لحد 40 سنة براحته يعني طيب اتحاد الكرة محترم اتحاد الكرة اللي فيه ناس محترمة وعظيمة وكبيرة عرض عليهم روي فيتوريا فكرة بكز معاي عرض عليهم روي فيتوريا المدير الفن المنتخم مصر فكرة ايه هي الفكرة عرض عليهم انه هو يعمل جولة في اوروبا يشوف اللاعبين المصريين مزدوجي الجنسية ويقنعهم انه هما يتواجدوا مع منتخب مصر الفترة القادمة ويشوفهم عن قرب يعني ويتكلم معاهم حلوة فكرة حلوة وكتير من المديرين الفنيين اللي عندهم لعبين مزدوجي الجنسية في منتخباتهم عملوا الحركة دي لفوا اقنعوا قعدوا شافوا ودوروا تمام حلوة فيتوريا حلوة حلوة جد فكرة عظيمة واتخليها ناخد خطوات لقدام بسرعة واتخليها كمان نشوف عناصم كلناش شايفانها بس اتحاد الكورة رفض الفكرة مش عاجبا مش حلوة ومن الاخر يعني مكلفة من الاخر يعني مكلفة طيب تعالوا نحسبها بلدي إيه لو أعيكم نحسبها بلدي بلدي قوي يعني سفريات فيتوريا دي كلها في أوروبا هتكلف اتحاد الكورة كام ميت ألف ميتين ألف تلتمئة ألف أنا بقولك بالجنيه مش بالدولار ربعمائة ألف خمسمائة ألف جنيه ولا حاجة ولا حاجة لو فضل يلف في أوروبا كلها وجاب لنا لعب واحد الخمسمائة ألف جنيه دول ولا حاجة لو جاب لنا لعب واحد ولا حاجة طيب أقولك الأنقح لو اتدفع لخمسمائة ألف جنيه وما طلعناش بولا لعب على الأقل هيكون بصينا وشفنا وعرفنا وتعرفنا وقلنا ممكن دول يبقوا مهمين في المستقبل بلاش بنكوسين بخل فيما يخص أي حاجة فيها مصلحة منتخم مصر شوفت الجملة أقولها لك تاني بلاش بخل في حاجة ممكن يبقى فيها مصلحة لمنتخم مصر إيه ده أنا فاهم ومتفاهم إن الاتحاد عنده أزمات مالية وإنه يا دوبك بيطلع رواتب بيتوريا وميكالي وبريرا رئيس لاجل الحكام بالعافية وكنا قلنا الخبر ده فاهم كل ده فاهم مرتباتهم 350 ألف اللار في الشهر تلاتة مع بعض رقم ضخم وكبير مفهوم هو أصل كي كي اللي مش مفهوم من اتحاد الكرة قصة يبقى عنده أزمة مالية ماينفعش فيش اتحاد في العالم بيبقى عنده أزمة مالية دعيب يعني ده غلط دي إدارة غلط بس 500 ألف جنيه من 350 ألف دولار اللي بيتدفع دول ولا حاجة يعني مثلا يعني بقول 500 ألف جنيه ده كمان بالكتير ممكن يبقى أقل من كده مش عارف والله وبعد كيانا نيجي ايه هفكرك نيجي نلعب في بطولة نيجي نلعب في تصفيات منتخبنا لقد الله يتعصر فتجيب واحد من المسؤولي اتحاد الكرة تقوله انت أفكاركم إيه واختاتكم إيه الفترة اللي جاية لأ احنا هنبص على اللاعبين المزدوج الجنسية اللي برة وإحنا هنطور قطاعات الناشئين وإحنا هنزبط المسابقة وإحنا مش عايف إيه غبا أول ما الأيام تفوت كله بيتنسي لا هنعمل دي ولا هعمل دي ولا هعمل دي لما يجي إخفاق تاني نبقى نقول بقى هنعمل دي وهنعمل دي وهنعمل دي والأيام تفوت ما نعملهاش ويجي إخفاق وها كذا الدائرة اللي ما بنخلص منها دي شوف أنا الخبر ده مستفزني جدا بسيطة يعني نموم من بعض ونسفر الراجل يلف في أوروبا يجيب لنا لعب حلو لعب على فكرة ده في عشرات اللاعبين المصريين المزدوج الجنسية عشرات مش عايز أقول المئات كمان عشرات لو قعدنا ندور هنلاقي كتير مش حادش عايز يدور مش حادش عايز يسرف ده 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 يا راجل دي معلومة أكيدة بقى تعرف مثلا لما بلاقي اللاعيم مزدوج الجنسية من اللاعبين وعايزينه يجي مصر عشان نشوفه تعرف احنا بنقوله ايه ما تتفجيرش من الله لقولك ده عارف احنا بنقوله اللاعب ده ايه مشيها بنفسك يعني هتا زاكر طيرانك بفيستك بحاجاتك وتعال نشوفك وبعد كده روح وإقامتك وكل حاجة انت اصرف على نفسك بقى انت هيبقى عندك شرف كبير انك تلعب لمنتخب مصر فاسرف بقى على نفسك ما طبعا ليه شرف كبير ان يلعب لمنتخب مصر بس هو عنه منتخب تاني ممكن يقوله هنصرف وهنعمل وهندلعك وهنعملك اللي انت عايزه فهيروح لده ومزدوج الجنسية يا جماعة هو مش 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 اللي شرب من لها احنا هنلعب لمنتخب مصر انا لو جمقوا يلبس فانا لو شورت وانزل يلعب لمنتخب مصر اه نعم هضر لمنتخب مصر يعني لو انا نزلت هوافق وهبقى سعيد ومبسوط واكل النجيلة بس الشباب اللي بقوا عادين برا دول في اي بلد اوروبي هو اصلا قريدي عايش هناك بيشرب من النيل اللي هناك مش من النيل نحنا ومبسوط هناك والدنيل القطيف فانت لازم بقى فيه عرض وطلب يعني انت بتعرض عليه تمام ويمشي فييجي لمنتخب مصر ينول الشرف اه لما نجيبه بقى ونقنعه ان يلعب لمنتخب ينول الشرف كبير انه يلعب لمنتخب مصر طبعا طبعا بس هوا من بقى شفاهم ده ده بيبقى شاب صغير كمان يعني بيبقى عنده مثلا جنسية مصرية ودنماركية مصرية وبلجيكية مصرية وفرنسية مصرية ده نفس الامر على فكرة بالمناسبة يعني في اللعبين المغربة هتلاقي مثلا لعيب مغربي فرنسي وبلجيكيو وجزائري مش عارف فرنسي ودايما تلاقي بتاقير انت الاخبار دي اللي هو يقولك ايه اللعيب الفلاني زي حسام عوار كان لو تفتكروا في قصة حسام عوار اللي بيلعب في فرنسا حسام لعب في كل منتخبات فرنسا للشباب وحاولت الجزائر تقنعه ان هو يلعب للمنتخب الجزائري هو هنا مش شخص مش كويس هو بس محتار يلعب لمين ببساطة لازم عندنا العقلية دي ببساطة شديد لو وصلنا لها هناخد لعيبة عظيمة جدا وساعتها مرة اخرى هيبقى نالوا شرف كبير ان هم ارتدوا تشرط منتخب مصر بس نفاهمهم الاول نقعد معاهم ونفاهمهم ماشي دي نقطة النهاردة محمود حسن تريزيجيه عمل مباراة كبيرة جدا 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 في الدورة التركي مع فريق ترابزون سبور فازوا على فريق كارجورماك التركي بربعية مقابل هدف وحيد كارجورماك ده فريق مغمور يعني بتركيا هو سجل هدف سجل هدفين عفوا وصنع هدف وعمل اداء خرافي في هذه المواجهة وانا فرحان لتريزيجيه وحلو ان تريزيجيه ينهي الموسم بالشكل ده مع اترابزون عشان انا بصراحة شايفوا انه محتاج خضوة يرجع تاني فيها في احدى الدوريات الكبرى ان شاء الله يعني مباراة كبيرة ليه محمود ريزيجيه المباراة اللي انتهت بفوز فريق وبربعية يعني طيب حكاية اللي جاية دي حكاية هزت العالم هزت العالم استوى رياضي وسياسي واجتماعي وكل شيء وكل شيء الراجل النجم الكبير فينيسيوس جونيور نجم نادي ريال مدريد كان بيلعب مع فريق مباراة قدام فالنسيا في الدول الاسباني المباراة اللي اخسرها ريال مدريد بهدف دون رد قبل ما احكي لك الكصة والرواية فينيسيوس من اول الموسم يتعرض لعنصرية مبالغ فيها في الملاعب الاسبانية وغير الملاعب الاسبانية مبالغ فيها المباراة دي على فكرة اتطرد فيها فينيسيوس مباراة فالناس بدأت تتعاطف مع فينيسيوس حتى المنافسين برشلونة بيتعاطف الفرق الاخرى في الدول الاسبانية تتعاطف حتى فالنسيا اللي جماهيره عملت هتفات عنصرية ضد فينيسيوس مباراة تعاطفت موضوع بقدامه تقيل اوش تقيل اوش دول متقدمة وعظيمة وكبيرة فيها حاجات زي كده غريبة جدا في ملاعب كرات القدم تعالوا نشوف الحكاية كلها كلها من اولها لاخرها يلا بنا انفجر البرازيلي فينيسيوس جونيو اللاعب ريال مدريد خلال مواجهة فالنسيا في الدول الاسباني ولم يتحمى الهانات العنصرية التي تعرض لها من جماهير الفريق المنافس ليدخل في مشاهدة مع جماهير ثم شجار مع لعبي فالنسيا وانتهى به الامر خارج الملعب بعد تلقي بطاقة حمراء بعد المباراة سأل احد المشجعين فينيسيوس هل ستعدهزر للجماهير على شرطك يقصد اشارة الهبوط وكان رد اللاعب البرازيلي قاسيا وقال هو انت غبي قال له كده يعني فينيسيوس واصل انفجاره بعد المباراة وكتب رسالة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ان الامر لا يحدث للمرة الاولى او الثانية او حتى الثالثة ولكن العنصرية باتت امر طبيعي كما هاجم ربطة الدولي الاسباني بسبب عدم التدخل في كل مرة يتعرض فيها للعنصرية طلق فينيسيوس جونيور بعد ذلك دعما كبيرا من كافة عناصر اللعبة والبداية جاءت من رئيس البرازيل لولا دا سيلفا بعدما طلب تدخل الاتحاد الدولي فيفا لاتخاذ قرارات راضعة ضد العنصرية ليا المدريد قرر تصعيد الامر وتقديم شكوى الى المدعي العام ضد كل من تثبت عليه العنصرية ضد فينيسيوس بسبب جرائم الكراهية والتمييز بناء على حكم القانون الاسباني من جانبه اعلى النادي فالنسيا قراره بحظر دخول المشجعين الى الملعب مدى الحياة على من يثبت قيامه بعنصرية ضد فينيسيوس جونيور مع تقديم التسجيلات المتاحة لهم الى الشرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة اتجاه المتورطين في ذلك شافي هرنانس الموديل الفني لنادي برشلونة لم يفوت الفرصة وقام بدعم فينيسيوس جونيور في المؤتمر الصحف الخاص بمبارات برشلونة وبلد الوليد قائلا العنصرية قضية تربوية ويجب التصدي لها باقوى ما لدينا لانها امرا سلبيا للمجتمع ككل برافو موقف محترم شافي كما اصدل اتحاد الدول كورة قدم فيفا بيانا رسميا اعلن خلاله الدعم الكامل لفنيسيوس وانه يجب التصدي لأي عنصرية في عالم كرة القدم تبياس رئيس رابطة الليجة الاسبانية كان له رأيا اخر فيما تعرض له فينيسيوس جونيور حيث قرر انتقاد اللاعب نفسه بسبب وصفه اسبانيا ببلد عنصرية واتهمه بالتهرب من عديد الجلسات لمناقشة كيفية التصدي العنصرية وهو ما اخضر فينيسيوس كثير اللي يرد عليه تهاجمني صورتك اهتزت امام العالم تيباس اصلا شخصية مسائلة جادة دائما يعني ريال مدريد انتقد سلبية ربطة الدول الاسباني في بيان رسمي بعد تصريحات تيباس حيث قال ساهمت سلبيته في عجز لعيبنا فينيسيوس وعجز الحكام عن التصرف بحزم وتطبيق البرتوكولات التنظيمية هذه السلبية تساعد في عدم التصدي للعنصرية بحزم من جانبها تكسف الشرطة الاسبانية محاولتها في الوقت الحالي من اجل اركاء القبض على العناصر التي قامت بمهاجمة بنيسيوس جونيور بشكل عنصري في انتظار اصدار بيان رسمي بالوصول الى المعتدين قريبا طيب هنروح نشوف دعم اللاعبين حول العالم لفنيسيوس جونيور بعد مباراة فالنسيا اول واحد كان كازميرو كازميرو قال بشعر بالاحباط وحزين للغاية لرؤية كيف تتقرر حلقات العنصرية مع زميلي فينيسيوس لا يمكن التسمح مع هذه المشكلة لتتجاوز الرياضة وتؤثر على المجتمع بأسره وان يذهب المخطئ دون عقاب الظاهرة رونالدو قال حلقة كديدة من العنصرية في الليجة الى متى طالما ان هناك افلاتا من العقاب وتواطئ ستكون هناك عنصرية ومن غير المقبول ان الحكام والاتحاد والمسؤولين لا يتخذون اجراء وان المشجعين يصفكون لمثل هذا العبس هذا يكفي النجمة اشرف حكيم المغربي لعب بريسان جرمان قال نحن معك اخي كريم بابي قال انت لست وحيدا نحن معك وندعمك حتى النهاية ونمار قال استمر يا اخي وقاكل برازيلي الكبير نشر قلب مع الصورة رفقة فينيسيوس جونيور اما ايدرسون حارس مرمى منشستر سيتي فنشر صورة قلب رفقة ايضا فينيسيوس اخر حاجة بس قبل ما انهي مقدمتي النهاردة قبل ما ادخل عطوي الهواء كان في مباراة كبيرة جدا بين نيو كاسل وليستر سيتي نيو كاسل بعد سنوات طويلة يعود لدور ابطال اوروبا بعد ما اتعادل مع لستر سيتي ويدفع لستر سيتي اكثر واكثر نحو الهبوط لدوري الدرجة الاولى الانجليزي بعد ما كان من كم سنة قليلة ابطال اوروبا يضمن التآهل لدوري ابطال اوروبا وليستر سيتي قريبا للغاية من الهبوط من الدوري الممتاز الانجليزي ده فيما يخص اخبارنا النهاردة بعد الفاصل محللنا الرائع محمد خليفة يولينا رأيه فيما شاهده من مباراة الزمالك والداخلية اليوم خليكم معنا اعلم بحضراتكم مرة اخرى الصديق المميز دوما بعتز جدا بتواجده معايا محمد خليفة يحللنا ما حدث في هذه المواجهة ومواجهة الزمالك والداخلية اليوم خليفة منور الدنيا خلاعيز بنورك يا كريم انا بابا دايما سعيد معاك وطبعا سعيد في التواجد في القناة الاولى لا خبرك كل حل كله زي التمام اول حاجة يعني حاجة نظرية وبعد كده اتكلم معاك فنان كثيرا كنت بقول في المقدمة انه اثريه حتى هذه اللحظة مفيش امارات وحتى الامارات اللي بيحاول يعملها هي امارات خيالية شوية خيالية لطيفة وجميلة ممكن نشيد به يعني لو الفرقة مستقرة ونقول اه ده بيبدأ يحط بصماته بس حاس انه خياله اكبر من الواقع معايا ممتاز يعني انا عندي وجهة نظر ان لو مثلا الفريق فشل السنة دي مع فريرة فانا كان عندي يقين ان اللي يفشل مع فريرة حيفشل معايا ومدرب تاني لان فريرة من المدربين المميزين اللي عدوا على مصر الله عليك مهما كانت النتائج الموسم ده بس هو رجل كاللي بصمة تفق معاك مليون في المية فالفريق فشل معايا لان الكواليتي قال عن الكواليتي اللي نجع مع فريرة نهاية الموسم الماضي وقت تواجد أشرف بين شارئ وإمام عشور اللي هي أبرز العناء والوينش لهم التلات عناصر الكبار اللي افتقدهم فريرة الموسم ده صح والسوريو ما كانش يقدر ينجح النجاح اللي نجحوا فريرة يعني بمعنى تاني فريرة قادر يغزل بالمجموعة اللي كانت موجودة نهاية الموسم اللي فات والسوريو ما قادرش يغزل بلعيبة حتى لو علنوه تعليل الكواليتي شوية عصوريو ده عشان ينجح لازم تعليل الكواليتي قوي تعليل الكواليتي قوي لدرجة في الخيال كده هي درجة مستحيلة انت عادت بتتكلم مثلا عن اتنين مساكين من الثلاثة يكونوا بيجيدوا بناء اللعب انت بتوع تدور عليهم في مصر بمنكاش في منطخة في مصر يعني لو انت بتدور حجازي بتقعد بقى تفكر عب من عم الليفل المنتخب يعني ما انا تذكر مختصر الراجل ده عشان يامل شوية ده تروح يضرب منشستر سيتي بالكواليتي اللي هناك ما هي الطريقة اصلا بتاعة التلاتة اللي بينهم والمساك على فكرة بيب انا عايز اقول حاجة بيب جرب التلاتة دي مرتين قبل كده قبل ما تنجح في منشستر سيتي جربها في البارسا في البداية يام سيدو كايتا ومش عارف وجربها في البايرد وما نجحتش وقاب ليفن خال جربها مع البارسا في الموسم اللي مسك في البارسا وما نجحتش اول مرة التلاتة اللي هو قل بيدفاع واحد والاتنين اللي هما يظاهرين تنجح السنة دي مع منشستر سيتي بعد اكثر من تجربة وحطوا نقطة اللي بيدرب بيب وبيختار لعبة جيدة واللي بيدربهم بيب بيعمل مجهود كبير جدا في التدريب مع اللاعبين والكلام فانت فكرة انت بتلعب بغلب بيدفاع واحد وظاهرين اللي هما ظاهرين يبقوا مسكين والديفندر يعني هو رؤى مثلا احرز هدف في نفسه في لقاء الاسماعيل بس الناس مش اخدى بال حاجة ان يرؤى في لحظة كان المفوض يبقى مساج فالراجل بيرجع بوشه انت فاهم المساج ده لازم يرجع بظهره ويبقى مش عارف ايه وعملها وعملها في ماتش اسوان كان بوشه والنهار ده في ماتش الداخلية راجع بوشه الموقف يعني لو ما جاتش يجون برصة في نهاية ده واحد ديفندر مطلوب منه يبقى مساك وامور معقدة شوية صح ولكن حانا يرجع نقول تاني ان المجموعة اللي موجودة في الزمالك دي ما نجحتش مع فريرة ما نجحتش مع كابتر احمد عب مقصود مش هتنجح مع اي مدرب حالي لو انت استمتقياس النجاح اللي هو ان انت تنهي الموسم اول او تاني اول ده انتهى من الزمالك خلص تاني حاليا انتهى كمان على فكه انت كنت بتقول ان الزمالك هدفه وانا سماعت مجلس الادارة لا هو حاليا الفرق بعبره من زي الفعلي 11 نقطة فالموضوع انتهى انت الزمالك حاليا بقى الهدف المنطقي الكونفدرالية الكونفدرالية اللي هو تفنش ثالث او رابع عشان الكاس مش هينتهي فخلي بالك في خطر نفسه في الزمالك على المركز الرابع تالاتحاد والمقاولين ممكن انت بعيد شوية بس انت عندك مباريات مع الفرق دي وحزبه النقطية فالزمالك لازم يستقدر في الكونفدرالية كهدف تاني انما لو السوريو بقى عايز يكمل بالطريقة دي قدامه طريقين عافية هو مش بيلعب ثلاثة وراء على طول طول الحياة ياما يرجع يلعب تاني بطرق قابلة للتطبيق اكتر او يعلي بقى الكواليتي هو راجل جاي من كولومبيا ويجيب بقى لعبة من امريكا الجنوبية بتسلم وتستلم وتتحرك والحاجات ده كل عظيم الدخلية برضو يستحكي الاشياء ده النهاردة ده هو الاساس اللي لازم نبدأ بالدخل يعني بصة كريم الدخلية اهضر النهاردة الفوز واهضر الفوز مش عن طريق يعني مرة او لا في ساعات الاندية ما الدخلية تعادل الدور الاول مع الزمان كان هو المتقدم بس ما عملش كمية الهجمات والفرص اللي مارستها تعال نشوف الاول كابتن علي عبدالعال اللي التحية يعني كابتن علي عبدالعال اي حد يتوقع ان حلعبت جيم الدفاعي والخمسة ودفعين الراجل لا النهاردة لعب اربعة على فكرة كابتن علي عبدالعال بدأ من بداية اللقاء هو آري جدا ده متوسط تمركزات الدخلية النهاردة وليد مصطفى اللي هو رقم 32 اللاعب اللي هو كان جاي من النادي الاهلي لعبه في التلت الاخير بقى عنده البنوني ولعب يعتبر نجم اللقاء وتحتيه سمير فكري وتحتيه اللي هو تمانية وتحتيه وليد مصطفى وتحتيه كان رقم 28 زاهد اللي اربعة دول ازعجوا الزمالك جدا الراجل بدل ما يهاجم كان بيدفع بخمسة ويبقى المجموعة الهجمية متكونة من ثلاثة لا ارى للزمالك بلعب بمساك واحد فزود الضغط الكبير على مساك الزمالك واللي اتنين المسندين ليه وزود لاعب في التلت الاخير على حساب اللي هو الطريقة اللي احنا حفظين بها كابتن هالعب علي فهو قرية منه للجيم ممتازة فجأة الزمالك وعايز اقول ان الزمالك سجل هدفه الاول بدون اي محاولة يعني هي انطرك بدون انطبرق ولا سمعناش لا رعد ولا برك هو كان الهدف كل المحاولات اللي في البداية كانت لصالح الدخلية الدخلية كريم من اول الدوري في المعدل كده قبل موتش الزمالك بيعمل عمل 85 محاولة صحيحة على المرمى يعني بيعمل ثلاث محاولات في المباراة في المعدل تعال بقى نشوف النهارده الدخلية عملت كم محاولة عدد محاولات الدخلية عشان نتأكد ان الدخلية النهارده كان غير الدخلية اللي بتلعب اي مباراة في الدور انتهج نهج هجومي تخريع عملت حوالي 3-3-6-8-10-12-13 محاولة ورقب من رقم الزمالك اللي هو 12 وده يحسب للدخلية بس عمل 5 محاولات على المرمى الزمالك عمل 3 محاولات بس 5 محاولات على المرمى اللي هو اكبر من المعدل الدخلية بتعمله في العموم ولو تاخد بالك اللقطات الاولى كلها للدخلية تعال نشوف بقى باللقطات محاولات الدخلية ومش محاولات كده انت في ساعات انت بتشوت من نص الملعب البرامج الاحصائية ساعات التزديدة من نص الملعب بتتحسب محاولة لا انت بتتكلم على محاولات جيدة جدا دي كانت من بداية اللقاء وشوف بقى استخدام دايما هو كان استخدم البانوني ازاي البانوني هنا رايح بيعدم الحساب عم يجيب اللي هو استخدم لاعب عنده مهارة عالية جدا اللاعب بتاع منتخب مصر الولومبي هنا اللي ساعب كان حتم سكر بص هنا الهجمة اللي بعدها الهجمة دي اتحسب التسلل وانا في رأي انا الكرة مش تسلل يعني هي لو كانت دخلت جون كان ممكن تتحسب يا ردت من القايم لسامير فكري انت بتتكلم في فرص خطيرة جدا بيستفاد فيها من الزيادة اللي جاية احنا بتتكلم على دايما الهجوم باربع لعبين يا كريم مش تلاتة يعني ما ندخلها دايما بتلعب كذا لا هنا وهنا بص مرحلة بناء لعب اللي هو بيفضي لاعب واثنين وثلاثة وبص الهجمة بتروح ازاي هنا علي الزاهد والبنوني ووليد مصطفى الثلاثة مع سامير فكري ارهاقوا جدا جدا مدفعين الزمالك هنا بص هنا ضغط يعني هنا ضغط بقى ضعف الضغط اللي في الزمالك يعني بص هنا يا كريم الكرة دي قد ما هي يعني مشاكل الزمالك مع تميز الدخلية هنا اخطأ هنا في التمرير من عماد السيد ولكن بص هنا ضغط الزمالك ضعيف ازاي سلبي جدا بص اللعبة بتروح برا حبص روء بيضغط ازاي واللعبة بتضغط ازاي شكبال بيضغط ازاي يا دي طبيعة شكبالة لا 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 بس أولك حاجة في الكرة دي والكرة اللي قابلها هي لعبت الزمالك حرفية نتيها في الملعب اللاعب برضو الواجب المركب بقى مركز ومركزين انا حلعب قدام واما ارجع بقى في مركز الفلاني اللعب شوية وبينسى كل ده ولو اللعب كمان مرهق بدنيا في التدريب هتلاقي اللعب نازل بيش قادر يعمل اي حاجة لو الناس بتبص على فرص الداخلية دايما بتلاقي خمسة بيهجمه اللعب الزيادة اللي حطه الداخلية كلها فرص خطيرة جدا الضغط هنا بتاع الداخلية وبص الكرة دي كريم هنا لازل رشيد عشان يلعب له بقى الحاجات السقطة اللي بتتلعب وراء اتفاع الزمالك ممكن الكرة هجمة في التانية اللي بعدها على طول بتيجي اللي جات منها ضربة الجزاء اللي كان مستهدف انه يلعب لرشيد في المساحات اللي وراء حسام عبد المجيد كانت خطورة الداخلية هنيجي بس للهجمة اللي هي دي دي هجمة ضربة الجزاء متسقطة وراء حسام عبد المجيد فهنا الداخلية في الشوت التاني حتى نوقف بقى قدر كمان يطور هجومه يعني هو كان بيلعب بالبانوني وساعده بقى رح منزله سرعات كمان اللي هو نزل رشيد ونزل كروستوفر والتنين سراع فبدأت يبقى الحمل اكتر على دفاع الزمالك فهي تحيال الداخلية انه هو نزل لعب جيم هجوم يعني الداخلية على فكرة كابتن على لعب عال كثيرا ما تعادل مع الزمالك والاهلي وبالعب جيمات ساعات ممكن يتعادل ممكن يخسر في النهاية ولكن ده اعتقد اول مرة كابتن على لعب عال يبقى هو اللي اكثر محاولات وهو اللي مستهدف الفوز بالتلاثل ده اكيد طيب المباراة النهاردة كان فيها اخطاء كثيرة فنية من كثير من لعبي نادي زمالك بجانب الاخطاء التكتكية والفنية والقيطية من اوساريو بس دايما اللي يتحمل وحده كل المسؤولية كل المباراة هو محمد عشر فروة يعني الناس تسيب كل اللاعبين اللي قدموا بمباراة مش جهدة ويمسك في محمد عشر فروة هو روة عمل مشكلة لنفسه لما دخل في مشادة مع الجمهور في لقاء بروكسي اللاعب لما بيخش في مشكلة مع جمهور نادي عموما بيبقى خلاص حط نفسه في منطقة من الاخر كده سلمت نفسك بالزبط فيه دقطة اللي هو ايه انت المفروض تتعدي واحد اتنين تلاتة بتعدي ايه عشالجمهور كمان متعصب يعني جمهور نادي بيبقى مختلفة شوية اللي هو ايه هو مش اللحظة اللي هو بيهجمك فيها ممكن تتقلب لإشادة 100% لو انت وفقت في اللقاء هو مش تارجة انجليك يعني بشكل كبير ده ممكن ساعات انت بتبقى لعب وبيبقى فيه جمهور ناديها تانية اه ممكن تصطادك وكلام من ده انما جمهور ناديها غالبا بيبقى غضب بتبقى كلمة اتنين وبعد كده بترجع لو انت لعبت كويس بتشجع فهو روء حط نفسه في الحتة دي فالجمهور بدأ يركز معا ولكن احنا لو ركزنا على روءة احنا بنركز على بجموعة لعب الزمالك انت يا كريم لو جبت اي لعب في الزمالك النهاردة وركزت كده على طريقته في الباص الموضوع هيبقى صعب جدا اللي احنا بنشرحه هنا كريم كرؤة كنموذج اللي هو ازاي الزمالك حيفشل في طريقة اللعب اللي هي معتمدة على ان الكرة تفضل معايا واستحواص طويل والكرة تقعد في رجل دقيقة واتنين والهجمة تلف وانا بلعب لعب زيادة في النص ولعب زيادة في الدفاع ولعب زيادة في كل خط عشان انقل مرحلة الاستحواص بتاعي من طريق بون اللعب من الخط الاول يعني انقلها تانية للدفاع واعمل تحولات كل ده طالما ما فيش استلام وتسلم كويس هيضيحها بقى صح طبعا فالحتة اللي انت قاعدين نقول ايه الناس هو بيبقى مثلا بدأ يلعب بالتلاتة بيدور على لعب زايد طب اللعب الزايد ده لو هيمرر غلط ايه قيمته في النهاية يعني انت هتدور حلاحب زيادة هيبقى مضر بيستلمش ويستلم صح يعني هوا الطريقة اللي هكت بتبقى اكثر حزرا شوية في الدفاع انت قللت عناصر الدفاع عشان تزود عنصر طب العنصر ده لو هو بيستلم ويستلم بشكل غلط انت ايه اللي هيحصل لك صحيح لو جبنا عشان احنا مركزين على روئة في تلات باصات كده كناموذج بس هو الناموذج ده يا كريم يتطبق على اي لعب في الزمالي صح يعني دونجة لو جبنا لو زيزو شخصان هو افضل لعب الزمالي تعال حنبدأ بروئة انا حديك باص حتى السليم بتاعه يعني هنا بص روئة دي وقفلي بس وارجعلي دي الباص السليم من روئة نتخيل ان ده السليم انا عايز اشرح نقطة بس الدفندر هنا ما بيطلع الكورة كريم الكورة دي اما بتطلع على الارض ايه اللي بيحصل بيبقى ما فيش اللاعب اللي بيستلم عنده وقت ومساحة يتحرك بشكل اسرع صحيح اما بتسلم هلو انت بشكل اللي تشب دا والعالي هياخد منه وقت كبير في المساحة والاستلام والاشتراك مع لعب الخصم عشان كده ما بتبقاش هجمة بص روئة هنا بدل ما يختار التمرير الارض القوي بيختار تشب عالي هيدخل مصطفى شلبي في الصراع ما تروح لش كبالة هتنتهي في فاول انا بشرح لك ان دا البص السليم بتاعه البص السليم انه كان سهل وبسيط اختار انه يعمل تشب وطويل تخيل بقى مستقل بصات التانية تعال هنا بص انا باختار هنا البصات اللي مفيهش ضغط واللعب بيستلم وهو مرتاح يعني بص هنا بسلا انتشال بتاحت الضغط ممكن يغلط انما بص روئة نوقف بقى بص روئة في بص بسيط ازاي يعني قبل ما روئة بيبص بص بص البص مفيش ضغط عنده مساحة عنده زمن اهم حاجة لأي لعب كورة ان انت تدي له مساحة وزمن صح عنده المساحة وزمن وبص بص غلط صحيح وفيه رقبة كاتمميزة من اللعب الافريكي خليتشي على زيزو بس هنا التمريره وحشة من روئة بص تاني البص هنا من روئة حيبه طلع عامل ازاي انا كل دي بصات بختار لها التوقيت ممكن ممكن بقى يعني كمل ممكن ايه التوقيت مش مزبوط معنا عديد من البصات طلعت من روئة كريم في وقت كان مسموح عنده المساحة والزمن ان يطلع كورة مزبوطة وسليمة وما حصلش اه يمكن اللقطة اللي بطل اللي في اللقطة دي احنا كنت طرد دي يا 47 فيها جات 47 وشوية لا يا 47 الشوط الاول يا 47 الشوط التاني اصف جات من عندي جات من عندي بس هي نموذج للي احنا بنقوله صحيح خليفة انت كالعدم تنوره وكالعدم مفيد وكالعدم نستفيد منك ونستمتع بك جدا انا بشكر انا بوجود معك كريم وشكرا جدا على وجود معك شكرا جزيلا دك اللي كانت مع الزمين العزيز محمد خليفة محللنا المميز دوما لسه بكملين مع حضراتكم بعد الفاصل اسد استاذ احمد جلال وستاذ حسام زايد وستاذ احمد الهواري هيكونوا معنا معهم تسير من التواليس المهمة خليكم معنا بعد انا الايام في الحلقات عشان استنى الفكرة الحلوة دي واعطاك لحراتكم كمان بتستنوها يعني مع الاسد ذا الكبار وستاذ احمد جلال وستاذ احمد الهواري وستاذ حسام زايد وستاذ احمد منور الدنيا رباني خليك وستاذ كريم وسعيد بالتواجد معكم مع اصدقاء العزاء وستاذ حسام وستاذ احمد الهواري حبايبك دول طبعا جايبلك الحبايب كلها طبعا حبايبك انت مبسوط ومرتاعة سام منور الدنيا منورك ايما وانا اللي مبسوط ان انا معاك دايما طبعا ومع لسهوز احمد جلال والاستاذ احمد الهواري والف مليون مبروك كل حاجة حلوة في حياتك الحمد لله يا رباني بلايك لك دعوتك حبيب سام منور الدنيا يا كريم انا دايما ببقى مبسوط وانا معاكو النهاردة مبسوط بوجود حسام وطبعا كان عادة استاذ جلال منور يعني استاذ الاجيال حبيبك خبير طيب كان عادة نفتح الكروت استاذ احمد جلال ليه عنوينه استاذ حسام زايد يعنوينه استاذ احمد الاول ليه عنوينه انا شغل انت في الفقرة داية اقولي العنوان والاستاذ زي يقوله التفاصيل عنوان استاذ احمد جلال الاول صفقة حمد فتحي تتم في هذه الحالة عني حالة حالة ان الاهل يلاقي بديل قوي جدا يلعب في نفس المكان وعنده وجوكر يقدر يلعب في اكتر من مركز دفاعا وهجوما لانا في حمد فتحي بيلعب عشرة بيقدر يلعب ساعة بيكمي رأس حربة تاني ساعة يقدر يلعب سردباك الحاجات دي كلها بيعملها الوحيد اللي يقدر يقوم بالادوار دي بشكل جيد امام عشور لازالت الامور متأرجحة اه لا اه لا المنطقة الرمضية ما زالت مستمرة يجي ما يجيش يجي ما يجيش في النهاية كلها تقلوهم يجي ما يجيش ما يهمنيش انا يهمني في ناس معينة عايزها عايز حفين جناح يمين و جناح شمال عايز سردباك عايز رأس حربة دي الاسم اللي انا عايزها بشكل اساسي الحمد الفاتح لو مشي لو في ورقة ربيحة بنفس المعنى اوكي يمشي في كلام بقى هل يطلع اعارة الناس قالت ان عدوا عرض الـ 5.2 دولار من قطر يعني المبلغ كبير طبعا لكن مقدرش اجزم بيه صح ولا غلط لكن ده السيناريو المطروح حتى الان ولا زالت هناك ضغطات قوية عشان فاتح الحمد الفاتحي يمشي وإن كان الرجل متمسك بيه مش اكل كبير جدا وطلباته زي انا قلت لك خمس اماكن محددة عظيم اول عنوان عند وستاذ حسام زايد ايضا عنوان مهم هل يعود حسام حسن لتدريب الزمالك طيب احنا هنقول معلومات وهنختار الالفاظ بعناية شديدة حصل اتصال ودي مش بتكليف حصل اتصال ودي من احد اعضاء مجلس الادارة في نادي الزمالك قبل مطش الزمالك واسوان الاخير اللي كان قبل مطش الداخلية عضو مجلس الادارة ده كلم حد قريب من الكابتن حسام حسن طبعا كابتن حسام حسن غادر منصبه في النادي المصري بقاله حوالي اسبوعين تقريبا يعني طبعا فاستطلع رأيه عن طريق احد المقربين من الكابتن حسام حسن وسألوا عن هل لو طرح اسم الكابتن حسام حسن انه هو يرجع لنادي الزمالك يقود الفريق هتكون طبعا ولاية تلتة ليه مع نادي الزمالك موقفه هيكون ايه الكابتن حسام عن طريق الوسيط ده برضو رحب بشكل مبدئي انه نادي الزمالك طبعا نادي كبير ووجوده فيه دي حاجة مهمة وحاجة كبيرة ولكن ترك الموضوع يعني انه في حال الدخول في مفاوضات رسمية او انه هو طلب منه ده بشكل رسمي وقتها يتم طبعا تحديد الموقف بشكل رسمي او بشكل نهائي لكن بشكل معلومات او بشكل خبري احد اعضاء مجلس ادارة نادي الزمالك استطلع رأيي الكابتن حسام حسن عن طريق احد المقربين من الكابتن حسام حسن لمعرفة موقفه من العودة لتدريب نادي الزمالك عظيم جدا طيب الانوان الاول عنده السيد احمد الهواري سر زيارة فرجاني ساسي الى مصر انا عرفت ان هو فعلا هايزول مصر او زارها يعني او بس ما عرفش ليه طبعا ليه فرجاني لما خلص متشاطه مع نادي الدحيل اللعب قرر ان هو انه يقضي اجازته في مصر وعلى هامش الاجازة يجتمع بامير مرتضى المشرف على الكرة في الزمالك هو علاقة كويسة جدا بامير المشرف على الكرة في الزمالك فرجاني كان خط حكم لو تفتكر كريم بستمائة وخمسين الف يورو ربعمائة مستحقات وانتين وخمسين الف تعويض او غرامة فالمبلغ كله ستمائة وخمسين ولكن بيتم قادة النظر في القضية بعد تعان الزمالك الامور هيتم تسويتها وديا بعد ما الزمالك كانت وصل مع فرجاني هاتفيا عن طريق امير وقال له ان احنا بلاش ندخل في القصة القضائية دي ونحل الامر بشكل وديا فاللاعب خلص المبارات في قطر وجيه هنا القاهرة هيقعد حوالي 72 ساعة خلال الزيارة دي هيكون في جلسة مع مسؤول الزمالك عشان يتم تسويت الامر وديا هل الزمالك ممكن يفتح معاه موضوع عودته مرة اخرى لصفوف النادي دي هتبقى متوقف على حاجة ما اعلموا ان الدحيل وارد يغير المحترفين بتوعه وارد يغير فرجاني يعني يعرض فرجاني للبيع لكن الزمالك ما عندهش نية انه يشتري فرجاني لو هو سوى القصة مع الدحيل ورحل عن النادي القطري بشكل يعني بالطراضي كده او دون يعني الزمالك ما يدخلش في صفكة شراء وبيع ممكن يكون فيه اتجاه لضم فرجاني الساسي لكن حاليا اللاعب مش جاي لتفاوض هو جاي عشان يزور مران الزمالك ده ممكن يحصل بعد بكرة وكمان يخلص قصة المستحقات ويتم الاتفاق ممكن توصل بقى خمسين خمسين بدلا ما يبقى سلتمائة وخمسين ألف يو يخد له مثلا تلتمائة وخمسين ربعمية والقصة يتم تسويتها على دفعي أعظيم جدا طيب الأنوان القادم ليه أستاذ أحمد جلال ميدو يهدد بالاستقالة بسبب أسوريو ميدو شايف ان كان فيه حملة شرسة جدا على أسوريو كلان ده قبل ما تشل نهارده وقال ان فيه أفكار متحجرة عند بعض أبناء نادي الزمالك واسيبه الرجل يجرب واسيبه الرجل يقامل وانا من المرة اللي فتت انا قلت لك الرجل ده بيتعامل بمنطق انا ما تتوقعنيش ولا زال يمارس هواياته حتى في تصريحاته غريبة يعني نهارده قالك يعني أحمد سيزيزوم من الناس اللي بتشيل ضربات جزاء ومن ساعة ما جد ما أخفقش في أي ضربة عندما البلدي أول ضربة جزاء من ساعة ما أسوريو جيل للزمالك بص النتائج أسوريو مع الزمالك هتلاقيه لعب ست ما تشاهد كسب سرميك كيلوباتر واحد سفر كسب بروكسي في مباراة درامية ثلاثة اتنين كسب أسوان واحد سفر اتغلب من الإسماعيلي اتنين واحد اتعادل مع المؤولين العرب نهارده بتعادل مع الداخلية يعني في ست ما تشات الراجل حقق خمسين في المية انتصارات المفاجأة أن عقد سوريو مع الزمالك لا يتضمن أي شرط جزائي حال رحيله نهاية الموسم الحالي يعني لو مش النهارده أو مش نهاية الموسم شكرا شروط الجزائي بقى ممكن بقى ببداية الموسم الجديد وفقا للعقد لكن لو مش خلال الفترة دي أو حتى نهاية الموسم الحالي ما فيش مشكلة آه يعني الزمالك ما يتحملش ولا ما يتحملش حملش أي حاجة ولا باقي عقده ولا باقي عقده أصلاح حيانا بيحطوش شرط جزائي لأ هو حطين الشرط بتاعه أنه هو أن نهاية الموسم الحالي ده خلاص ما ياخدش حاجة تريد بقى الكلام ده مع داية الموسم الجديد بقى إذا كان في شروط جزائية ففي قناعة كبيرة جدا أن الرجل ده ما يكملش هيتعمل الاجتماع خلال ساعات المسؤولين في نهاية الزمالك معه لتقييم الست ما تشدت لأ قلتلك عليهم دول أنت لقابت إزاي أنت عملت إيه أنت سويت إيه لأن فيه حتى رغم كلام ميده اللي هو هدف بالاستقالة لكن فيه كلام كتير جدا من باقي أعضاء اللجنة الفنية مش عاجبهم الراجل مش عاجبهم طريقته هو مصر على حاجات معينة في دماغه رغم يعني يعني طلبات أحمد مجدي ومتحة عدد الهادي أو العكس متحة عدد الهادي وأحمد مجدي يا جابت ما ينفعش فيه حاجات مش مظبوطة الطريقة مش منطقية فيه جاب كبير مش عايز أتكلم فنيا بس واضح جدا أن فيه خلل ما بين المنطقة الدفاع والمنطقة الهجومية منطقة الوسط مش متربطة صح دوما أنت حرفين بالدفع ودغوطات زيما زيما أنت زيما أنت وشايفين كده أنا مش عارف يعني أنا شوفت لدركلة الجزاء داخل زيزو يسددها الراجل بيين أنه هو متوتر وقلقان وعبوس ومتدايق حتى بنا بيقول له حط الكورة قال له ما هي موجودة هي ووشه مكشر جدا وهو متوتر وحتى زيزو طول المتش مش هو زيزو اللي احنا نعرفه ما تعرفش هو بيالعب هي زيما أنتلك يعني الراجل بتعامل بتمنطق أنا متتوقعنيش النهاردة حطت نداي وحطت مصطفى شلبي وحطت زيزو وحطت شيكبالا بالمناسبة أنا مش فاني معايا أن أنا متوقعوش بس المشكلة لو اللعيبة نفسها مش متوقعة لا اللعيبة نفسها أنا حاسيس أنه نهاردة لعيبة الزمان الكوية في الملعب هي تاهى عن مراكزها هي مش عارفة أنا بقول لك أنت حطت نداي وحطت زيزو وحطت الجزيري وحطت شيكبالا ومين تاني واسم مصطفى شلبي خمسة في المنطقة الأمامية طب وحطت دونجا جنب روئة والضغوطات على روئة زي ما أنتم شايفين والنهاردة روئة بيكرر أو بيتكرر مع نفس السيناريو محمود علاء بالنص لما الجمهور يطلع يقول يعني روئة زي يقينه زيه زي يقينه احنا مش عايزينه ففكرة أن الضغوطات دي ويدخل شيكبالا عشان يهدي الدنيا والولد دي يخرج عن شعور زي ما حصل الماتشي اللي فات ويتغير صح طب ما دي قصص مدير فني في الأساس يعني الدوقوطات كتير قوي عن لعيبة بسبب إصرار مدير فني على طريقة يعني أنا ممكن أوصفها بنا أنها لغرة مات يعني خلينا نتكلم بالرياضة اللي هي دي لغرة مات احنا مش عاملها قد يكون في قصرة عندي أو عندك أو عند البيت الناس لكن هل ده منطقي بسرعة لا أنا ممكن أقولك أن أنا فاهمها أنا فاهم هو حاية مين في الملعب مش هل القدرات اللي عندك في الملعب تتحمل هذه الطريقة ولا هل أصلاً لما تيجي تغير في طريقة لعب تغير فجأة بالشكل الفجائي ده وترى بتخدها بالتدريج يعني أنا دلوقتي معايا قماشة خلاص بالظبط هل ينفع أن أنا أقولك يعمل لي من دمور بدل سموكن شان نهر يحل الأبرة بس هي دي بس هو هيفضل برضو يقولك أنا مش أنا اللي جاي باللعيبة مش أنا ما اخترتش حد ايوة يبدأ تشتغل على القدرات اللي موجود لحد يبعدك طب جيت ليه لا 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 ما موافع لا هو لما تيجي تحاسبه ناشي ده المبرر بتاعه هيقولك أنا لسه محطتش بصمت أنا لسه بجرب أنا لسه بكتشف أنا لسه بشوف لكن مثلاً حاسبني مع بداية الموسم لما أنا اللعيبة دي تاني تاني حصيام عشان قلت له أنا عارف أن انت بتتكلم على أنا عندي تارجت مثلاً واحد زي زيزو هو مش عارف انت مش عارف هو بيلعب في أي مركز دلوقتي لا استراتيج دلوقتي بتاعي أنا كالزمالك إيه باية الماتشات أنا عايز إيه لا الزمالك دلوقتي أنا عايز أخد مركز تاني أنا عايز أخد مركز تاني عشان لأ عايز أخد مركز تاني عشان ألعب دوري أبطال هل بالشكلي ده وبالنصق لا لا والتاني باعد كمان جداً النهاردة بشكل ده باعد إنما هو كان فيه فرق ستة بنت صحيح فلو كان كسب النهاردة صحيح الدنيا كانت هتقرب طيب حسام العنوان القادم أزمة القيد للموسم الجديد تهدد الأندية بعد القرار الجديد من الفيفا طبعاً من الحاجات المهمة اللي حصلت إنه الفيفا في شهر إبريل من العام الحالي عمل قرار جديد بالنسبة للقيد وموعيد القيد والليحة القيد الخاصة باللعبين فيه ليحة في الفيفا اسمها لائحة القيد اللعبين المادة 41 فيها اتغيرت السنة دي السنة اللي فاتت طبعاً لو تتذكر كريم إنه كان فيه مشكلة في القيد وإنه الدوري هيخلص في 30 يونيو لا اتأخر تاني فربطة الأندية عن طريق اتحاد الكرة بعتت للفيفا بتطلب منه إنه يتم ترحيل موعد نهاية الموسم لغاية 30 غسطس علشان يبدأ القيد الجديد من 1 سبتمبر ده اللي حصل السنة اللي فاتت السنة دي حصل إنه الليحة اتعدلت ومعانا المستندات معانا بالضبط إنه الفيفا قال بداية من الموسم الحالي إنه لازم القيد يبدأ بعد نهاية آخر مباراة في البطلتين الدوري والكاس مش بس الدوري القديم كان الدوري بس بدليل إنه الموسم القديم من الكاس امتد وخلص من حوالي أسبوعين ثلاثة بمباراة الأهلي وبرامدز لكن السنة دي الليحة والمادة 41 منها بتقول إنه لازم القيد أو الموسم بيبدأ من أول مباراة في إحدى المسابقتين وينتهي بنهاية المسابقتين مش واحدة منهم علشان كده المشكلة دلوقتي إنه الدوري ممكن يمتد أو الكاس بعد شهر أغسطس والزمالك مثلا هيبدأ دور المجموعات في البطولة العربية يوم 5 أغسطس وبكده ممكن الزمالك ما يقدرش يشارك بأي صفقات جديدة وهيعتمد على الصفقات الموجودة حاليا كمان الأندية اللي هتشارك في دوري أبطال أوروبا من الدور التمهيد من الأندية المصرية أو حتى الدوري أبطال أفريقيا أو الكون فدرالية برضو هيبقى عنده مشكلة إنه هو إزاي يشارك بالصفقات الجديدة وإنت مسجلتش فهي دي مشكلة أعتقد لازم يكون لها حل دلوقتي لأنه ده موقف جديد ما كانش موجود في السابق وإحنا دايما نتعرف يا كريم لسه بنتحسس خطواتنا في نسل بنتحسس خطواتنا دايما في مشاكل جديدة كل موسم نبدأ نصطدم بحاجة جديدة زي موضوع الأندية اللي تشارك في أفريقيا مين؟ بنهاية الدور الأول ولا بنهاية الموسم لسهنا تقودنا على حاجة يا حسين سيبقى بظروفة يا ما تعطيعش خلي بالك خلي بالك الدور الأول لسه منتهاش لغاية دلوقتي عشان بس الناس تبقى عارفة إنه الناس بتتكلم إنه الدور الأول خلاص انتهى فهناخد الترتيب أول أربع أنديلة وتزنقنا هما اللي هيشاركوا في أفريقيا لا في مطش الأهلي وحرس الحدود من الأسبوع الستاشر ده متشال على جنب يا سلام ليه بقى متشال على جنب في وقت زنق عشان الترتيب اللي كان مش هو اللي هيشارك فهتيجي في فترة هتلاقي إنه الأندية خلاص الأربعة ترتيبهم متغير مش هما اللي كانوا في نهاية الدور الأول وهيكون اتحسم خلاص من الأربعة الأول ما تقولي بقى إيه حكاية عروض أسوريو في الدولة المكسيكية هيمشي ولا قاعد ولا إيه ظروف بص يا كريم أسوريو خلينا نقول حاجتين أول حاجة هو عنده عروض أو عنده عروض لكن مش عروض رسمية يعني ما حصلش مخطبات من الأندية المكسيكية اللي بتفاوضوا بشكل مباشر فيه مونتيري وفيه كلوب أمريكا دول النديين اللي بيفكروا يغيروا مدربينهم في الدولة المكسيكية حصل كلام شافهي مع الراجل لكن ما تقدم لهش عروض رسمية ده بالنسبة لموقف أسوريو هو ما بيفكرش في الرحيل ولكن موقف الزمالك ايه الزمالك بدأ شوية يحصل قلق على مستقبل الفريق من الراجل لا كده هيحتاج فترة كبيرة جدا وأنا أصلا بعيد كمان عن الدوري وعن المركز التاني أنا في بطولة عربية فأنا مش هروح ألعب النصر بالشكل اللي فيه الفريق ده الزمالك هيخرج بفضيحة في المطشين طبعا هي مجموعة فالزمالك هيبقى يعني مطشاته صعبة مع أسوريو بالشكل الهجومي ده فالزمالك هيتكلم مع الراجل لكن الراجل بيفكر في الرحيل الراجل ما بيفكرش في الرحيل ولا للمكسيك ولا أي حاجة ولا حتى أنه ياخد خطوة أنه يمشي لكن الزمالك الزمالك بدأ شوية طريقة لعب أسوريو تخلي أسوريو يعني يدق المصامير في نعشو مع الزمالك الحد مش هيصبروا عليه أكتر من كده اللعيبة نفسهم بدأوا يشتكوا تمرين طويل طريقة اللعبة مش قادرين ننفذها خمس لعيبة بيدفعوا خمس لعيبة بيهجموا معزولين عن بعض والخمسة اللي بيهجموا ما بيرجعوش ففي مشكلة في التنفيذ جوه الملعب لكن عشان بس نقفل القصة دي وراجل نارده كمان في المؤتمر الصحفي قال لك أنا مبسوط في الزمالك آه عندي عرود لكن أنا مبسوط في الزمالك وسوريو غير حلق من نفسه لا الزمالك ممكن ياخد قرار واري عظيم جدا طيب بالمناسبة قبل ما راح له أستاذ جلال وسوريو بدأ يطلب طلبات في فضل النقاط القادمة آه يعني هو خلاص حدد مراكز آه ولكن أهم حاجة بالنسبة ده المجامد قوت آه 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 هو الرجل بيتعامل على أنه يكمل الموسم الجديد آه يعني اللي هو بيتعامل زي أوروبا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الثانية أنا هكمل وهيسيبوني هيدوني فرصة ومساحة ناو مش نامل نحن عندنا وده آه نحن أصر باكيتة أستاذ جلال كان جيز زمانك 12 يوم تقريب آه آه الزمان ماتشاط آه الرجل بعد المقصة مشي فزمانك مش يصبر عليه ولكن الرجل حدد مراكز أهم حاجة بالنسباله إنه هو عايز مدافع أجنبي وده طلب أول طلباته بيلعب برجله الشمال هو مش شايف حد في الدورة المصري كويس طلب لعيب من شمال أفريقيا مدافع يكون بيلعب برجله الشمال كأول زي عليه معلول كده لا زي مثلا آيمن أشرف بس هو عايز حد من شمال أفريقيا يعني مثلا زي بدر إبنون بس يبقى مدافع بيلعب برجله الشمال فالزمانك بدأ إنه هو يشتغل على ده فيه ثلاث أجال مثلا ممكن يمشوا المراكز كلها لو هنتكلم بشكل عام الرجل طالب حوالي ستة سبع لعيبة ستة وتمانية ده مركزين واثنين خطوا نص ستة وتمانية واثنين مدافعين منهم مدافع أجنبي يعني سواء بقى المصر اللي هيجي هو اللي بيلعب برجله الشمال أو السر دي باك اللي هيجي من شمال أفريقيا لأ فيه اثنين مدافعين لازم يكونوا موجودين وباكليفت وباكريت ووينجين أغلب المراكز اللي موجودة في الملعب مطلبش راس عربة حتى الآن هو لسه بيشوف قصة سيف الجزيري وناصر إنه سيف بالنسبة يريد يكمل مع الزمالك مش هيمشي فلسه قصة دي لكن سامسون طبعا هو ماشي فهل بقى ممكن الزمالك لأن كمان الزمالك تعرض عليه لعيبة من هنا من مصر مهاجمين زي فخر الدين بن يوسف عقده بينته فتعرض على الزمالك وبدأ الناس تتكلم إنه لو أنت عايزين مهاجم فده أقلم أصلا في الدورة المصري ما تخدش الرزق وكل الترشحات اللي تقالت لعيبة من مهاجمين أفارقا حتى الآن يا كريم ترشحات الزمالك لم يفوض أي لعب أجنبي لحد اللحظة اللي بنتكلم فيه ولا اللعب الجزائريين كلهم الأسماء اللي اتعرضت سواء اللي بيلعب في أنطاليا سبور الوينج الجزائري سواء مهاجمين ما فيش أي لعب أفريكي الزمالك دخل معه في المفاوضات مباشرة كلهم ترشحات من مكالم عظيمة جدا سيد أحمد وهو هوا لي بيتكلم كده نميت اسم انت في النص كده أنا عايف انت ما بتلميش حاجة بالصدفة يعني صح كده أي من أشرف بس مرضات شعطة هوا لي عش كان بيسترسل يعني أي من أشرف جي كده في النص تمام إيه حكايته ما هو في كلام انه هو يعني فيه مفاوضات مع أكتر من نادي منهم نادي يسطبق سموح الزمالك ما فيش مفاوضات مؤكدة لكن لازال اسمها مطروحة قدرت شو أقولك النهارة دي فتح معاه بوضوة مؤكدة لكن التركيب اللي عايزة أسوريو مع أن كولر مش عايز أي من أشرف ما لعبش ولد إيه الغادروقتي فبدأ الكلام يطريبت مع بعض هل ده هيسفر عن مفاوضات في النهاية بصراحة الغادروقتي ما حصلش حاجة على الأرض الواقعة لكن الترتيبة دي تديك الإحساس ده إذا ما حدش بس أي من أشرف من شمال الأفريكية ما أنا بقولك من شمال الأفريكية لا من شمال الأفريكية من شمال الأفريكية بس ..و حاولون ما فيش رغبة من الطرفين أنا أستبعد أutation أعتقد أيضا محطته لو خرج من النادي الأهلي مش هتبقى بعيدة عن سموحة بنك اليالي سموحة الثلاث عن الدوية دول أعتقد لأن البنك من الأندية الوقت التي تدي مرتبك وإسال للعيبة لكن أعتقد هو نادي من الثلاثة دول فارقه في أتشر سموحة يعني دي المحطة طيب نروح للأستاذ أحمد جلال والعنوان القادم عنوان اللي حراككم مستنيينه يعني موقف الشناوي من المشاركة في نهاية دور أبطال أفريقيا وأعتقد أستاذ جلال هجاب لنا القول الفاصل في هذا الأمر لغاية دلوقتي الشناوي مش جاهز لغاية دلوقتي فيه يعني ترتيبات كتيرة جدا وتكسيف للعلاج والدكتور أحمد أبو عبلا شغال معاه وهو شغال على نفسه كويس عشان موضوع اشد السمنة لكن الأغلب إن علي لطفي هو اللي بيتجهز إن هو يلعب الماتش ولو لاعب الماتشي الأولاني بنا المؤكد ما يلعب الماتشي التاني معني ما فيهاش كلام علي لطفي جولكم علي لطفي لو لعب الماتشي الأولاني من المؤكد beğلعب الماتشي طبعا مش هيدخلش النوري أي ريسك إن هو إليس راجع والله هو أعلم الدنيا فيه إيه لأن علي لطفي حيبقى لاعب خلي بالك تقريبا هيبقى لعب خمس مانشت متتالية وانت عارف المركز ده حتى لو كان ايه تثبيت مركز حراسة المرمى مهم جدا وعاية اللطفي يعني اتحط في مواقف صعبة كتير منها كأس العالم للاندية منها ماتش الزمارك اللي الاهلي كان غايف فيه حول التسعة لعيبة والاهلي كسب اتنين واحد وتتصدر راكل الجزاء من محمود علاء اللي كان متخصص ساعته في راكلات الجزاء والماتش انتهى اتنين واحد لصالح النادي الاهلي والرجل اللي عمل الماتش اللي فات مقدرش اقولي ان هو اختبر مشاكل التدير لكن الكرة اللي جات له تعمل معها بسابات شديد جدا ومسكة بهدوء فعاية اللطفي جول كبير لكن بالتأكيد الشناوي جول مصر الاول طبعا فحتى الان خمسين خمسين بس اللي ظهر على صورة حتى الانه ان اللطفي اللي هيلعب او عاية اللطفي اللي هيلعب حتى الان لكن اذا ادر الشناوي يجهز حتى لو بالنسبة 80% هو اللي هيشارك في الماتشين حسام العنوان القادم ليك مصير ودية منتقى مصر مع البرازيل وموقف فيتوريا طبعا خلاص ايام وان شاء الله المعسكر بالمناسبة هيكون يا اما يوم 9 اما يوم 10 يونيو معسكر الخاص بمباراة غينيا فيتوريا بالنسبة له مواجهة الوداد الاهل والوداد يعني نفسيا اريح بالنسبة له علشان اللعب النادي الاهلي هيكونوا في المغرب والمباراة مصر وغينيا هتكون في المغرب ايضا كان فيه عروض طبعا علشان المباراة الودادية اللي هتكون بعد مباراة غينيا المفروض هتكون يوم 17 يونيو في القاهرة البرازيل خلاص مش هين منتخب مصر مش هيلعب البرازيل ماتش ودي منتخب مصر دلوقتي بيشوف منتخب من داخل القارة منتخب افريقي يكون في المتناول علشان التصنيف وامكان انت لما بتلاعب منتخب اقوى زي مثلا لما لعبنا منتخب بلجيكا وكسبنا وديا التصنيف بتاعنا ارتفع اكتر ما تلاعب منتخب من التصنيف الاقل لكن حاليا الدراسة بتتم على منتخبات من تصنيف اقل من داخل القارة يكون فيه مباراة وديا يوم 17 فيه قعدة بعد 48 ساعة مع الجهاز الفني كله مع فيتوريا هيحسن فيها العروض اللي قدامه للمباراة عظيم جدا هوري العنوان القادم مقليك هو عنوان انا مش عارفه مش فهمه خالص غرامة على الاهلي بسبب اكرم توفيق الناس برضو هتفجأ بالعنوان اه من ايه الراجل مصاب وتعبان في الاهلي ايه اللي غرام الاهلي بسبب اكرم في المطش بتاع الترجل الكل شاف اكرم توفيق كان متواجد في الملعب ومعاه ابنه وكان بيلف التراك بابنه للجماهير يعني وبيرد تحية الجماهير فجي مرائب المباراة او المكلف يعني من الاتحاد الافريكي اتكلم مع اكرم توفيق انه لازم يخرج بابنه بره التراك خالص وبره الملعب يبقى متواجد في المدرجات اكرم رفض تدخل الجهز الاداري للنادي الاهلي وتدخل المسؤولين من الاتحاد الافريكي اللي كانوا موجودين لكن المرائب اصر على قراره ورهبته ان ممنوع تواجد الاطفال في الملعب قبل المطش وخلال سير المباراة يعني التسعين دي وبالتالي لازم اللاعب يخرج بابنه اكرم اصر وتواجد وفيد الموجود قبل المطش وده اللي خل المرائب يفكر ما عنديش بقى المعلومة هل زكر الوقع في التقرير ولكن حصلت ازمة كبيرة جدا وتدخل زي ما بقولك في الجهز الاداري واذا زكر مرائب المباراة تلك الوقع في التقرير الكاف هيغرم الاهلي بسيطة توجد اكرم توفيق ونقله في الملعب قبل المطش انا حد تانية الكاف كان انت عنوان اخر يعني الزمالك بيطلب من كاف مليون دولار طيب الكاف يعني خلال الامة الاخيرة كريم كان اعلن ان تعديل المكافئات المالية للاندية المشاركة في التورة افريقيا من النسخة الحالية لان برضو الناس ربطت ان النسخة جاء لا هو من النسخة الحالية بما فيهم الاندية اللي خدت المركز التالت والمركز الرابع في المجموعات الزمالك طبعا كان خد المركز التالت في المجموعة وليه حوالي مبلغ 700 الف دولار وليه كمان مستحقات قديمة في الكاف فالمبلغ كله يوصل لحوالي مليون دولار 700 الف دولار لو خد المركز التالت في المجموعات اه ولا والبيقه كم اربعة مليون اربعة مليون دولار والتاني تقريبا اثنين مليون دولار والتالت تقريبا يعني حاجات كده والاندية اللي في المجموعة التالت والرابع كل فريق 700 الف دولار فالزمالك ليه برضو مستحقات قديمة فالمبلغ كله وصل لحوالي مليون دولار فالزمالك عايز يبعث ان المبلغ يتحول ولكن الزمالك عايز من اتحاد الكرة يطلب إن المبلغ يجي من الكاف على حساب الاتحاد الكرة لإن حساب الزمالك موقف فعايز يخاطب الكاف إن الفلوس تتبيعت وتتبيعت على حساب الاتحاد الكرة البعض لو ترجع كريم شو accumulation قبل كده الزمالك سعت أزمة القيد كان قال لاتحاد الكرة أن الفلوس اللي هتجيلي انت بقى خدها والقصة دي لا القصة ملاش علاكا لإن الزمالك لما اتفق مع الاتحاد الكرة على تسوية مديوناته خرق قصة المستحقات اللي هتيجي الزمالك هيسوي المديونية عن طريق جدولتها ولكن ما لاش علاقة بالمستحقات اللي هتيجي من الاتحاد الأفريكي أو من الفيفا فالزمالك عايز يخطب الاتحاد الأفريكي عشان المليون دولار دول لأن طبعا أزمة كبيرة جدا مالية جوانات زمالك الكل عالمها يعني بمناسبة الأزمة المالية وشاركوني يعني هو الزمالك وإحنا نتحدث عن صفقات جديدة وإن سوري طالب طلبات جديدة ولعيبة أفاركة ونتحدث في نفس التويد عن أزمة مالية كبيرة جدا حتى في مستحقات اللعبين الزمالك هيقدر يعمل ده ازاي في الفترة اللي جاية؟ زي ما حصل حاجات كتيرة قبل كده علي يعني مفاجأة تلاقي لك حساب طلع قصة طلعت يعني السيد الهواري دلوقتي بيقول إن زمالك تخطب الاتحاد الأفريكي عشان ياخد بلين دولار طب ما زمالك خط فلوس قبل كده من غير ما تخش اتحاد المصري واعترفت اللجنة الخمسية ومحمد فضل على الهواء مباشرة قال في فلوس داخلت لينز زمالك ما داخلت لينش شحنك اتحاد كورة راحت لينز زمالك مباشرة لأن كان في حسابات محجوزة عليها موضوع الحسابات المحجوزة عليها دي بقى لها أربعة سين على فكرة أعتقد المشكلة هيبقى ليها حل جزري خلال الأيام الجاية مشكلة الإدارية والحواليها هيبقى ليها حل جزري خلال الأيام اللي قادم أعتقد كمان أنه لازم حل جزري لأن ما أعلموا أن الزمالك الأزمة المالية هي أزمة مالية طاحنة لدرجة أن بيحصل يعني مش عايز أقولها بالضبط للمعسكرات بيلم فلوس الفندق هو اللي جاني يا الله أعلم صح و لا أنه ضغطية فتح بها بالاشتراكات والزمالك هياخد قرد على أساس الاشتراكات دي حيث أنه ياخد مبلغ كبير مع بعض الرعاية اللي جات هتخش المبلغ للزمالك يقدر ب350 مليون جنيه وهي دي الوعود كمان اللي بتتعليق بعيبة في الزمالك ايه التفاصيل أكتر من كده؟ احنا مستنيين فلوس الاشتراكات هتيجي تجديد الاشتراكات لأعضاء النادي فهيبقى فيه مبلغ أنا ساعدتكم السؤال ده عشان وحنا نتحدث عن صفقات ولعبين منضمين أكيد جميع النادي الزمالك وهي ببنقولك كان بالزبط أن الأمور تبقى جيدة الفترة اللي جاية إن شاء الله هنستم كميليين مع حضراتكم وبعد هذا الفاصل نواصل خليكم معنا يعلم بحضراتكم مرة أخرى العنوان القادم للأستاذ أحمد جلال هو عنوان وراؤه حكاية كبيرة مصيرة وبين كوسين غالبا ممتعة أستاذ أحمد عنوانه اتحاد الكرة ولا احتفال بالمقاوية شوفوا البساطة نعم انت عارف انت المسلسلات التركية الطويلة اللي انت ما تمليش منها تعطف ورنك حلقة واثنين وثلاثة نعم صحنا ما ملة بس تمام انت نعملاش تمام انا شوى واسطهارك في الأول صار راح لقدت مصفة لبس كفاية تركي بقى طيب البوستات النهاردة بوست تتعدل مسلا أربع مرات تقريبا اتحاد الكرة النهاردة المفوضة نحلى لنحتفل بالمقاوية اتحاد الكرة ننزل أول بوست مش عارف معنا ولا لقى شباب يالله هتورغنا وقيد نعرض على الفيديو هول بقى لو بص بقى البوست هتلاقي فيه مين كتن حسن شحاته وشارله عمر زاكي عمر زاكي طالع بمنظرين عمر زاكي الواحده بيحتفل محمد صلاح بص وكابتن أحمد حسن اهو ومعا الراجل محترم واحد مسئول التحاد الأفريقي وتحت بركات واعتقد ده زيدان وتحت حمص ومين وحسن عبدالرب وأحمد فاتح تمام ماشي اصلا في عمر زاكي مرتين خلاص بعد كده حسوا ان في حاجة غلط اراحهم البوست اللي بعدين راحوشارله الراجل الافريقي قالك الراجل الافريقي ده موجود ليه شالهو اصلا تمام وصابوا عمر زاكي مرتين ولقوا وصابوا عمر زاكي مرتين ماشي وسوئت الناس شوية وراح عصام الحظري بتكلم وقال لك كل سنة وانتو طيبين مش عارف بها معانا ولا ودائما محتفلين بموقيات عملنا فيها أرقام يشهد لنا فيها الفيفا نفسه ثم تضعون صور لآخرين لم نرهم في المنتخب إلا مرة أو مرتين تقريبا 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 تحديدا بيكلم عن محمد بركات أصبح التكريم لمن يمتلك منصف الاتحاد للتسكرة فقط احتفال اتحاد المنصر لكرت القدم بالمئوية غير الزات تقريمة إذا لم يكن هناك بطولات في هذه الأعوام المئة وبالتالي التكريم لأصحاب البطولات وملعبون كثيرون أغنياء عن التعريف وليس لأعضاء المجلس وكل سنوط طيبين وطبعا حضراتكم معرفين إن الخناء اللي حصلت بين بركات مش فعل منتخب اللومبي وعصام الحضري اللي انتهت بإن عصام الحضري راح المنتخب السوري وعمل زكي مرتين تمام جون بعد كده حاسبين البوست خالص شالوه خالص مع التايم لاين وراحهم عاملين البوست ده بعد كده شالوا الصورة خالص حسين ما من اتحاد الكرة وحطوا نفس الكلام وقال لك ميت عمل على الندوان من اتحاد الكرة هو مش حطوا نفس الكلام هم يعني أنا توصلت مع أحد الأعضاء المحترمين في المجلس الإدارة تمام وكلهم محترمين اللي حصل إنه طبعا تقريبا البوست ده واحد خد بيه قرار يعني مش كلهم عارفين إيه اللي حصل فجأوا برد الفعل اللي حصل وفعلا الغالبية مش راضي عن ده انت بتتكلم عن واحد زي الكابتن محمود الجهري مش موجود بتتكلم عن واحد زي عصام الحضري اتقلب الأسامي يعني عصام الحضري حسام حسن وقال جمعة انت بتتكلم في قصة حازم إمام نفسه انت بتتكلم في قصة لو فتحت الباب مش هتلاقي مكان تحط صور أو أسماء الناس فهم قرروا إنه مش هتحط أسماء ولا صور هم عملوا آخر بوست اللي هو تكتب فيه كل الشكر لللي ساهم في تطوير الكرة المصرية على مدار مئة عام من دخول أو اعتماد اتحاد الكرة في الاتحاد الدولي أقول لكم بقى معلومة طب ده مش تخبط يعني لا لا أستاذ أحمد أقول لك معلومة مؤكدة مليون في المية مفيش كلمة أو صورة أو ديزاين زي ده بينزل على السوشيال ميديا بتاعت حد الكرة اللي هو في تيم أصلا ما صورة عنده إلا بموافقة الأستاذ جمال علام على جروب على الواتساب والأستاذ واليد العطاء وأنا بكلمك تحديد الأستاذ جمال علام لدرجة أنه أحيانا بيبقى فيه ماسان صور أو ديزاين زي معينة نازلة في مناسبات معينة وبعت الأستاذ جمال علام ما شفهاش أو كان مشغول في حاجة فالحاجة دي ما تنزلش تفوت على الصفحة يعني لازم كل حاجة تمر على صورة جمال علام يعني لأنا متأكد منه إن دي مرت على الأستاذ جمال علام رئيسة حضر طب دي يعكس لك إن فيه تخبط بقسط يتعدل أربع مرات أستاذ جلال يا وصمت عار أن أنا أتجاهل ناس وأنا أعتقد أن فيه ناس تم تجاهله عن عمد زي كابتن أصام الحضري يعني شاء من شاء وأبى من أبى وبطبعا كابتن حسام حسن لا يعني خلينا برضو نتكلم كمان في الكيس بتاعت أصام الحضري لإن نهاية دلوقتي أنا وجدت نظر إن ده اللي حصل ده تصبيت حسابات وما أعلموا إن كابتن محمد بركوات كان يرغب في رحيل كابتن أصام الحضري عم منصبه طب الرجل رحل إيه المشكلة إن أنا أدخل معاه في أزمة وليه أوصل إن أنا أصف في حسابات فهي وصمت عار إن أنا تجاهل إنجازات ورقب تاريخ منكيت بعض يعني ونعمل حاجة زي كده ده لا بسورة على فيسبوك لأ وإيه حاجة دماتي من كانت في حاجة اسمها مئوية اتحاد الكورة وليس حاجة صغيرة طب ومئوية اتحاد الكورة بتتعامل ببسط لا هو المئوية بتاعت اتحاد الكورة نفسه كانت السنة اللي فاتت هو بيحتفل إنه الاتحاد المصر يضم للاتحاد الدولي ببس بقى على الكلام هتلاقيه بيقولك إن الاتحاد العربي مثلا أنشئ سنة تلاتة وسبعين وده برضو خطأ تاريخي اتحاد العربي أنشئ سنة تربعة وسبعين أصلا كمان كمان يعني معلومات خطيئة يعني كل حاجة يعني كل حاجة غلط عظيم سوز أحمد هواي هجيلك حسين في قصة اليد دي عشان أنا عارف فيها قصة كبيرة أو في السوبر بس العنوان ده مهم مستجدات ملف تجديد سيف فاروق عفر وانفراد الحلقة السابقة بالعرض الإماراتي فكتا آه الحمد لله قصة دي من أول يعني موضوع برمت زمن شهور من قبل رمضان بفترة كبيرة والحمد لله الحلقة انت مسك دعوتي في سيف جعفر انفرادات تنكر السنة اللي فائد كنا مسكين زيزو انفرادات زيزو عبدالله السعيد يعني كلنا القصص عبدالله السعيد صديق وستاذ المجالي مبتلك مشاروخ قصة سيف لان برضو هي حديث الساعة والناس كلها يعني بتتكلم عن سيف والبعض خرج وقال لك سيف خلاص خلال ساعات خد قرار مصيري ما اعلموا ان الحد اللحظة اللي احنا فيها ديت سيف فاروق جعفر لم يحدد وجته المقبلة ما اعلموا ان حتى اللحظة الحالية سيف فاروق جعفر لم يوقع لأي نادي ما اعلموا ايضا ان الزمالك لم يتقدم بعرض رسمي ودي مفاجأة كريم لم يتقدم بعرض رسمي لسيف فاروق جعفر حتى يناقشوا اللاعب سيف فاروق جعفر زي ما قلنا الحلقة اللي فت عنده عرض من فريق اماراتي حتى الان الناس متعرفش مين لكن خلينا اكد لكم انه فريق كبير في الدور الاماراتي من الخمس ست فرق اللي في مقدمة الجدول في الدور الاماراتي والناس عايزين اللاعب لكن اللاعب لحد دلوقتي منتظر الزمالك منتظر عرض رسمي يقدمه الزمالك مشكلة زمالك حالان إن ما فيش مسؤول يقدم عرض ما فيش مسؤول يتفق مع اللاعب ما فيش مسؤول حتى اللعبة نفسهم أنا مين هيدمان لي فلوسي مين هيكلمني مين هيتفاوض معايا فدي كلها مشاكل لكن صيف لم يوقع لأي نادي يمتلك عرض من فريق كبير في الدور الإماراتي واللاعب زي ما بقولك في انتظار الزمالك والحد دلوقتي ما فيش عرض الرسم يتقدم لللاعب وما حصلش معاك تفاوض رسم كده نلتمس العزرة ليس قصانة بيه ليه وفكر للكلام ده لا ما فيش حد بيكلمني الحالة مختلفة طب ما هجدت اللي بتقولها يا أولي لا بس هقولك الحالة مختلفة لأن يوسف اتقعد معايا من أمير مرتضى واتقعد معايا من كابتن عبد الواحد السيد سيف ما تقعدش معايا وما تقدموش عرض كابتن عبد الواحد السيد قال لي أنا ماسك ملف سيف فرو جعفر يوسف أسما النبي ما أعلمه أنه دا اللي قالولي هو بنافسه مش حد تاني اللي قالولي وأنا ما أعلمه أن سيف تحديداً ما تقدمهش عرض راس حقلو طيب أخير العنوان معنا يلا بينا سوبر اليد في الإمارات وربطه بسوبر كرة القدم طبعاً إحنا شفنا السوبر الأخير اللي تلعب في الإمارات الأهلي وبيراميدز وطبعاً الاحتفالية اللي بتتعامل على المناسبة اللي بتحصل دي الاتحاد المصري لكرة اليد وقع اتفاقية مع الاتحاد الإماراتي أنه السوبر الأهلي والزمالك سوبر اليد هيقام في الإمارات التفكير دلوقتي أنه عايزين يتعامل زي حدث رياض كبير جداً في نفس الأسبوع يتلعب في سوبر كرة القدم ويكون وراء على طول سوبر كرة اليد بحيث تكون احتفالية كبيرة رياضية في الإمارات الاختلاف دلوقتي على المعاد المعاد المقترح أنه يكون يوم 4 نوفمبر وده في مشكلة كبيرة جداً لأنه جاي وسط الأسبوع الدولي المنتخب اليد عنده مطشين في ألمانيا يوم 3 ويوم 5 نوفمبر في ألمانيا وسطهم محطوط يوم 4 نوفمبر معاد السوبر المصري يتلعب في الإمارات فده في مشكلة في الوقت علشان الأندية مش هتقبل أنها تلعب بدون اللاعبين الدوليين خلال أيام أعتقد هيكون في صيغة كاملة ونشوف احتفالية رياضية كبيرة جداً في الإمارات نورت عزيز جلال نورت عزيز حسام والف من يوم مبروك ربنا يكلمك دايماً عزيز هوالي نورت الدنيا ده بنورة كرفتك العادة ده كان ختام هذه الفقرة العظيمة والله ما استناها يوم بعد يوم يعني مع لسادزة الكبار وختام حليتنا النهاردة من رقم عشر يا رب يكونوا يعزمنا يعزمنا حسام يعزمنا ده عزم مصر كلها انا متعزمتش برضو خالص يعني مفرقين الدموع الدموع انا مخدش انا ياسف عملت معكم كده شوفكم يا رب على الف خير